أهلاً ومرحباً بكم متابعين الأعزاء مرحباً بكم في حلقة جديدة من الحلقة الحوارية التي تبثها جريدة الصحافة الإلكترونية على صفحة عدراوي ضايف هذا عبد الرحمن عدراوي الذي يحييكم من كندا ويتمنى أن تقضوا معنا أوقات سعيدة المترجم للقناة المواضيع وسنتوقف عند الحفل الديني الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس يوم أمس بمدينة الرباط وسنتطرق أيضاً إلى موضوع شراء المغرب لباخرة لنقل البترون سنتناول موضوع لا سمير وكل المواضيع المتعلقة بارتفاع الأسعار في المغرب فيما يتعلق بتوزيع المحروقات سيحضر معي دائماً لمناقشة هذا الموضوع كمجرات العادة سيد محمد متزكي من مدينة الدار البيضاء والسيد علي علي العلوي من مدينة مونتريال والسيد هشام صلحي من مدينة شيكابو بالولايات المتحدة الأمريكية ويحضر معنا أيضاً من ولاية بنسلفانيا الإعلامي سيد حسن أبو عقيد لكن في البداية دعوني أرحب بالسيدة جهان الكنفاوي الطالبة المغربية التي شاركت مؤخراً في مدينة مونتريال بمسابقة سنتعرف على نوع المسابقة ونتعرف على ضيفتنا السيدة جهان أهلاً ومرحباً بك أهلاً وسعلاً شكراً عن السيدة جهان شكراً سيدة جهان أولاً نبارك لك الفوز ديالك بالمسابقة التي شاركت سيفيا بها في مدينة مونتريال ولكن قبل أن نوصل للمسابقة حبداً لو أننا نقدموك أو كيفاش ممكن نقدموك لمتابعي جريدات الصحفة الإلكترونية تفضلي جهان أولاً شكراً على الاستضافة وعيد مباركة عيد لكل أمم الإسلامية معكم جهان كنفاوي طالبة باحثة بسنة الرابعة للك الدكتورة بجامعة سيدة محمد بن عبد الله بفاس بشاركة مع المدرسة الوطنية للفلاحة بمكباس نعم إذن كيفاش جات المشاركة ديالك في مدينة موريال وفي أي إطار تدخل هذه المسابقة؟ المسابقة اللي شكس فيها اسمتها أطروحاتي في مئة وثمانين ثانية أو في ثلاثة دقائق هي مسابقة تتفتح الأبواب ديالها سنوياً جميع طلبات الدكتورة عبر بقاء العالم ومن خلال هذا المسابقة يكونوا إقصائية جهوية وطنية والإقصاء الدولي أو المسابقة الدولية المسابقة الهدف ديالها أنه الطالب الباحث بسلك الدكتورة يقدم البحث دياله في مدة لا تتجاوز ثلاث دقائق بحيث أن العمل دياله يرساكز على أساليب الإقصاء والتلخيص ديال العمل اللي كيكون في ثلاثة سنوات أربع سنوات فمع فوق في مدة وجهزة ديال ثلاثة ديالدقائق كيكونوا في المغرب كانت مسابقة جهوية على مستوى جهة فاس بكناس جامعة سيدة محمد بن عبد الله من بعد كينا مسابقة وطنية 12 جامعة مغربية 24 متسابق أو طالب الباحث بسلك الدكتورة كيكونوا ثلاثة ديالجوائز ديال اللجنة التحكيم وجائزة الجمهور من بعد الفائز باللقب الأول ديال اللجنة التحكيم هو اللي كيكون عنده الشرف أنه يمتق البلد دياله في بلد آخر هذا العام الحمد لله خديت لقب لجنة التحكيم في المغرب التتويج وطني من بعد حصل ديالشرف أنني يجي إلى كندا باش من المغرب المسابقة العالمية اللي هاد العام كان فيها 20 متسابق من 20 بلد كفرنسا بلجي كاس ووسرا وإفريقيا لبنان أيضا والحمد لله بفضل تصويت الجمهور وبفضل توفيق الله قدرت أنني نأخذ لقب ديالجمهور واللقب لجنة التحكيم كان من نصيب ممثلة السينيغال الحمد لله لقب الجمهور كان غير متوقع والتصويت كان هائل وكان شكر جميع المغاربة خاصة اللي كان عندهم واحد اللبك كبير باش أنني نأخذ على اللقب نعم ممكن تعطينا واحد من النبدة يعني على هذا المشاركة ديالك يعني الأطروحة ديالك في ثلاثة دقائق كيفاش ممكن تلخصيها في ثلاثة دانية كنشتغل أنا على مرض يصيب أشجار العنب بالمغرب خاصة وعمر العالم عامة اللي هو مرض فطري يصيب أشجار العنب لها غاية الآن ما كنحتدى في سوق ليقدر أنه يعالج هاد الأمراض هادوب حيث أنه هاد المرض يعتبر الأول من نوعه في المغرب وهذا الأطروحة هي الأولى من نوعها في المغرب والرابع عالميا فعنا من خلال أطروحة ديالي كنحاول نقاحونه البديلة للمجدات الحشرية وكان نرتكز على كل ما هو بيولوجي كزيوت أساسية وبكتيريا مفيدة للأشجار نعم إذا قلت بأنه كان هناك حضور للأفراد من الجالية المغربية في مدينة مونتريال يعني كيفاش كان اللقاء ديالك مع الجالية وكيفاش الأجواء كانت والترحيب ديالهم بك؟ فعلا كان ترحيب جد رائع من الجالية المغربية لأن الحضور ديالهم قوي في النهائيات بحيث أنه الجمهور المغربي كان أكثر من الجمهور الكندي في النهائيات أيضا كان ترحيب جد حارب من عندهم وكان ترحيب من سيد القنصل والسيدة من القنصل الأجواء في اليوم البارح اللي كنشكرهم بزاف على ترحيب ديالهم والجالية المغربية خاصة نعم جامعة محمد بن عبد الله كلية العلوم هو المكان اللي كانت درسي فيه وهي الجامعة اللي حصدت فيها أنا على شهادة الإجازة في العلوم الاقتصادية سنة 1990 يعني مدة زمنية هذه حبدة لو تكلمينها يعني على جامعة محمد بن عبد الله خصوصا في ضل هذه الجوائز اللي وصبحناك نسمعه أن الجامعة بين الفيناء والأخرى كانت تفوز بها في الوقت ديالنا كانت الجامعة رقم واحد في المغرب في التظاهرات في الاحتجاج في السراع اللي كان ما بين القاعدين والإسلاميين لأنهم كانوا بأعداد متشابهة وكانت يعني سراعات دموية لسفرات عن سقوط قتلى خلال الأربع سنوات اللي عشت فيها للأسف الشديد ولكن مؤخراً كنسمعه بأن الجامعة عندها واحد إشعاع دولي كتحتل المراتب متقدمة في التصنيفات اللي هي عالمية ببدل لو يعني تتحييننا الماضي وتكلمين على الحاضر للجامعة فعلاً جامعة دموية لبعض الله بفاس كل افتخر أنني كنت مثلها حالياً الدراسة بجامعة دموية لبعض الله بفاس ما بقاش عندها علاقة بشنو كان في الماضي بحيث أنه الجامعة تعتبر الأولى كتجيما بين الجامعات الأولى عالمياً في التصنيفات العالمية الغشار سيونتيفيك أيضاً بالجامعة جد متقدمة بحيث أنه طلب الباحثين ولا عندهم أكسي المعلومات والمراجع كيفاش أنهم يخدموا البحث ديالهم أيضاً الحمد لله الجامعة والتي تأخذ ألقاب عالمية في محافل دولية فالحمد لله بفضل الاجتهاد ديال الكادر اللي كانين في الجامعة والطلبة اللي بغين أنهم يزيدوا القدام بالجامعة ديالهم الجامعة غادوا كتطور والدراسة أيضاً بها يعني ممكناش كنشفو ديالك المظاهرات وقالك شيلي كانش حالها دي بالعكس سيخطف الفاكولتات السنسية التكنيكية لتفاس لكلية علم والتيقنية لتفاس الدراسة بها يعني كسكن أنه الطالب كي يحب أنه يمشي ويقرأ في ديالك الجامعة ويطيما عنده ويقرأ ويوصل ديالك شيلي باريه خصوصاً يعني أن البنية التحتية في الوقت اللي أنا كنت في الجامعة يعني بنية التحتية اللي يضرب بها المثال اللي زنفيديات خوالها للمعدات الجامعة يعني بواحد مستوى اللي هو عالي جداً ونرجع عود الوقت ديال نحن كان هناك تفكير لأول مرة في إنشاء جامعة حفر راف مدينة فاس تنظن بأن الجامعة خرجت للوجود وعلى ما أظن الإسم ديالها الجامعة الأورو متوسطية نعم وكما قلت يعني أنت دراسات ديالك هي بشراكة مع هذا آخر خارج الجامعة يعني هناك شراكات ما بين الجامعة ومعاهد أخرى نعم فعلاً أنا كنت شغل بشراكة مع المدرسة الوطنية لفلاحة بمكناز اللي هو للابوغات وغداكو ديالي أو المختبر اللي كان قوم بالأبحاث ديالي فيه نعم كيفما قلت الجامعة والتي كانت تفتح أبوابها الجامعة أخرى ومدارس أخرى ومعاهد أخرى ليس فقط في المغرب بل عالمياً هذا من أجل أنه طالب الباحث يكون عنده أكسي المعلومة والمختبرات ويقدر يخدم الخدمة ديالي والبحث ديالي في أحسن طروف نعم إذن لا يمكننا إلا أن نفتخر بك ونفتخر بكل طلبة اللي كيمثله المغرب في المحافل الدولية وكيمثله أحسن تمثيل وكيفوزه بجوائز يعني المغرب بخير مدام فيه طلبة بحالكم لأن للأسف شديد ما ينقل على مواقع التواصل الاجتماعي هو ذلك النموذج السيء على التدميذ أو على الطالب ولكن اليوم نحن في حضرة مثال هو مدعاة لفخر كل المغربة نخليك في كلمة آخرة سيدة جيهان وأنا أيضا سعيد جدا بالفوز ديالك وبتواجد ديالك هنا في كندا كان الود ودي أننا نجي لحضر حتى أنا ولكن نضرب بلا كيمة أيضا إن شاء الله في فرصة قابلة بما أننا نجي لحضره بشحمنا وعظمنا إن شاء الله جيوف لسوت ناص مرحبا بكم إن شاء الله نشكركم أولا على الاستضافة مرة أخرى الكلمة آخيرة اللي نقدر نقول هو نشكر الشعب المغربي خاصة على التدامن دياله وعلى التصويت دياله وعلى الثيقة دياله اللي دار فيها نشكر الرجالية المغربية المقيمة بكندا كان هذا الفوز ديالي لكل من ساهم من قريب أو من بعيد باش أنني نوصل هنا نشكر كان هدي هذا اللقب للمغرب لجنالة المالكنا صلى الله وإياداه الوالدين ديالي والأصدقاء ديالي والأساتيدة ديالي ولكل من ساهم في هذا الإنجاز هذا وكشكركم على الاستضافة شكراً وإحنا بدورنا كان نكلفوك أنك تبلغي التحية ديالنا للأطور وطلبة لجامعة محمد بن عبد الله بالمغرب كنت مننا والكعودة ميمونة إن شاء الله إلى أرض الوطن ومستقبل زاهر وأكيد أنه سيكون لنا معك لقاء متجدد بحول الله شكراً بزر شكراً إلى اللقاء إذن كانت معنا جيهان الكنثاوي الطالبة المغربية اللي جات من مدينة فاس وشاركت في مصابقة دولية وقيمت بمدينة مونتريال وحارزت على جائزة متميزة في هذه المصابقة هذه وكيف ما قلت يعني سابقاً هذا أمر اللي كيدعونا للفخر كيدعونا للتشبت بالأمل المغرب ما فيهش فقط النماذج سيئة اللي كيتقدم لنا مجموعة من المنابر الإعلامية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي المغرب قوي برجاله بالرجال اللي واقفين بشهد البلاد هذا يبقى آمن ويبقى مستقر رجال الدولة الساهرين على أمن هذا البلد بالناس المتخصصين في المجال ديال البحث العلمي اللي كيحاولوا رغم كل الضغوطات اللي كيتلقاوها والميزانيات لهذه اللي كيتلقاوها ومع ذلك يبدولون قصاراً جهود باش هذا المغرب يبقى في مستوى الدول المتقدمة فيما يتعلق بمجال البحث العلمي ولعل المثال ديال جهان الكنفاوي اليوم هو خير متان يدعونا كما قلت للإفتخار وأيضاً للتمسك بالأمل في مستقبلي غدين أفضل بالمغرب إذن في هذه اللحظة سنستقبل معنا السي محمد المتزكي السي محمد المتزكي أهلاً ومرحباً بك مساء النور تحياتي الخالفة والأفضلات صراحتان يتلج صدر الأخبار الصارة وخصوصاً من هذه الجالية المغربية اللي كما شاهدتم بكندا كانت معها سنداً وهذا تلاحم ووجاء أكبر من صاحب الجلالة السودة العالية لنخل ننور علينا الوطن بالبالح على جميع المغاربة العالم ومن الداخل نعم يعني مثل هذه النماذج سي محمد للأسف الشديد ما كنشوفوهاش بزاف في وسائل التواصل الاجتماعي ما كنشوفوهاش في المواقع الإخبارية ولا في القنوات العمومية تنشوفو ترويج للمخدرات ترويج للكلام الساقيق كنشوفو تشجيع على التفاهة ولكن بحل هذه الناس هدونا تنقول بأنهم هم واحد الشعاع ديال الضوء اللي يخلينا دائماً نبقاوكاً نتمسكو بالأمل في غد أفضل ومستقبل أفضل لوطننا يعني شمو الكلمة ديالة في حق مثل هات الشباب اللي كي يبحث ولي كيقرع وكيبداع وكي تفوق على الصعيد العالمي أولاً كنحيي هات الشابة صراحة أيقونة لماذا؟ أيقونة ولماذا اخترت منه؟ لأن مشاتل واحد الموضوع لكل عالم اليوم يتصارح حول التنمية المستدامة والتنمية المستدامة ما هي؟ هي يعني وخصوصاً الأمن الغذائي هي مشاتل الشابة بكل جرآ وبالعلم وهناك حروب باكيوروزية هناك يعني اللي اليوم كان شوفها كان دول تحارب قصد تدمير اقتصادها وهي مشاتل الشابة والبحث دياله كان في الأمن الغذائي يعني للدفاع للأشجار والدفاع للبيئة وهذا يعني إشارة هذا تنوير للمغاربة وللعالم لماذا استغلبت بالكانالة؟ أنا تنويراً للعالم ليوم يعني ما تنظرش أستمع محمد أنها يعني نموذج وحيد اللي كان على الصعيد الوطني يعني يعني كي نموذج كثيرة وكان يعني أحد الشباب اللي كان في سن جد متقد بما 12 سنة على ما أظل اليوم راكي تواجد في إنجلتيرا وكي تابع الدراسات اللي يلو في إنجلتيرا وعليكم سلام ورحمة الله وبركاته تحية لكم ولمتابعين شكراً نسي العلوي كنا كنت تكلموا على الشابة جيهانا الكلفاوي طالب بمدينة باس اللي فازت بوحد جائزة في مدينة موريال ويعني إحنا دائماً نشوف كل أشكال التفاهات اللي تتبرع علينا بها بعض مواقع الإخبارية بمواقع التواصل الاجتماعي ولكن قليلاً ما كنت شوفوا مثل هذه النمادج المتفوقة عالمياً يعني شنو 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 بغيت تقول لنسي العلوي أنا بغيت أولاً هني الآن سأجيهان لكنفاوي وبغيت نتأسف أنني ما سقتش الخبار أما احتأنا كنت رنكون به للحضور هذا شي لبطي احتأنا للأسف ما سقتش الخبار أنا احتاجنا الخبر بأنها فازت بالجائزة نستقبل السي حسن أبو عقل أهلاً ومرحباً أهلاً تحياتي ألور هذا الأنيسة ما يمكن إنسان إلا أن كل مغربي ما يمكن إلا أنه يهنها ويهن المغرب ويهن جميع الكفاءة الشابة اللي كتحاول رغم عدم الاهتمام رغم التهميش رغم قلة الدعم اللي كتخصصو الدولة البحث العلمي بحيث أن البحث العلمي ما تخصصوش الدولة حتى 1% صفر فاصلة 70 وقلاء أو من 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 السميتو ديالها البحث العلمي والبتكار فمع شباب اللي كيوصل أنه كيتحدى كل هادشي وكيحقق ألقاب ما يمكننا أننا نهنيوه في نفس الإيطار كنت أنا متبع وما غالديش نقول لكم نخفيكم قول عندي واحد ولد أختي في كلية علوم المهندس هو اللي كان ربح البريف أمريكان ديال البتكار ستريم ستريم لاب وقيل ما بقيتش عقل الاسم ديال الجهاز اللي اختار حصلوا على جائزة في أمريكا ميدارية ذهبية حصلوا على رصد قبلة دوزم حصلوا على توركيا في أندونيسيا أظن أو في ماليزيا في مجموعة من الدول السؤال اللي كيتطرح علاش هاد الكفاءات بحال هاد الشاب وبحال هاد الشاب والدختي وأنا كنت نفتخر به وكنت بغيت نستضفه لكن نستضفه مغووش أستاذ من المدرسة لكن أنا ما أعطونيش الضوء الأخطر السؤال اللي كيتطرح علاش الإعلام والقنوات اللي كتروش التفاهة ما كتروش بحالة للناس على الأقل أنهم يبينوا المنجزات اللي كيحقوها الشباب المغربي ثانيا أنه هناك شباب طموح هناك شباب متقاف هناك شباب المستقبل المغرب بغيت ننضف واحد القضية البحث العلمي والابتكار اللي هو المفتاح مش فقط التنمية البشرية مفتاح التنمية الاقتصادية مفتاح الرقي ديال الدولة اللي ما عندهاش موارد وعندها طاقات بشرية من هذ الطينة ديال هذي الأخت وديال والأخت ديالي وشباب والسيدي زامي رشيد ومشموعة من الإخوان اللي سمعت عن المغريبي اللي يختار سيارة دار سيارة بتاتمشي بالهيدروجين هذي الشباب علش ما كيحطوش في الواجهة وكيحطونا في الواجهة ناس اللي كتحشم بالمغرب وكتحشم بالمغاربة وكتضرب الأعراض ديال المغاربة هذي السؤال اللي كيتطرح مسألة أخرى في نفس الإطار بغيت نتسأل شكون اللي وراء إبراز التفاهات عوض إبراز هذه الكفاءات الشابة المغربية نعم سليحة سان أهلا ومرحبا وسعيد جدا بالحبور الملتقى المحبوب دائما مع الأخ العلوي محمد متزقي والأخ هشام وعلى رأسي الهرام سي عبد الرحمن العضراوي وكذلك متتبعينكم الكرام أخي العزيز أنا دخلت لقيتكم كتكلموا عن الكفاءات المغربية كهذا السيدة اللي فازت الآن عندكم في كندا سيدة مغربية ما شاء الله عيرية بغيت نحط هذي سيدة في الميزان المغربي المشكل المغرب يا أخي لا يريد إلا الكفاءات التي هي تدخل في إطار المحسوبية والزبونية العائلية والأسرية دي البعضياتهم هذي الناس هذوا لا زالوا ما وصلوش يعني المستوى دي الكفاءات المغربية الحقيقية والتي تستفيد منها الدول سيدة 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 حسن ما كنشوفش سيدة أبو عقيل نعم نعتدر ولكن الصوت ديه كان نسمع تفضل سيدة العام و يعني للكفاءات المغربية في الخارج واللي كتستفد منها اليوم كتستفد منها الدول للاستقبال تستفد من الكفاءات حقيقية سواء على جميع المستويات حتى الغناء وحتى الرسم الفنون حتى كل حاجة كتستفد منها الدول إلا المغرب إحنا عدنا هنا في أمريكا عالم عالم هو من بين ربعات العلماء لزهايمر الدكتور علال بوتاشنكوت هذا العالم هذا العالم المغربي اللي هو الرابع يعني بين العلماء لكينين لم يدقوا عليه الباب في الحين أن أوروبا الكثير من الدول الأوروبية وكذلك الناس اللي في اليابان يعني تصلوا به وإلى آخره ولكن فضل أن يبقى داخل الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب لم يتصل به نهائيا هذا مشكل عويس لأن المغرب لا زال يعيش على المحسوبية والزبونية العائلية والأسرية ما زال كيدخلوا للأصدقاء ديالهم والعائلات ديالهم وأولادهم رغم أنهم مشي كفاءات وحتى هؤلاء الذين يدبرون العام ليسوا بكفاءات لهذا لا لا ما كيعطوش الكفاءة قيمتها ما عارفين شمعنة الكفاءة شنا هي ليست هي المنصيب كوزير ولا أي مسؤول رأى الكفاءة مشي أنك وزير رأى كفاءة لا بالعكس رأى الوزير رأى منصب سياسي يقدر أي واحد يخدم فيه لأن الكاتب العام والمستشارين هم اللي يخدمون الوزير رأى كي يأخذ من هنا ومن هنا ويحضر في التصاور هذا الشيء يعني سوف أعطي واحد النقطة على العالم اللي بكورتي في الولايات المتحدة الأمريكية أنا حاولت معاه أكثر من مرة بش أنه يطلع معنا في ويكلمنا على أشياء اللي هدر معايا فيها بالبريف ويعني لو أن الإنسان يسمع يبكي داما ذلك اللي وقع لها وما ما تصلوش به ولكن هو مشى عندهم من المغرب ومشى بش غاد يدير واحد اجتماع علمي تصور أنهم منعوه ومع ذلك مشى غادي يديرو هو بدك يرقي الكلمة ديرو ومحيدوني دي جانكتور دي ضمن القاعة اللي كيدير فيها اللقاء يعني شيء مؤسف جدا ولكن هو ما زال ما زال ما قتانعش بضرورة أنه يطلع معنا في لاي لا لا غادي يجي غادي يجي إن شاء الله قريبا لأن سأتصل به وأتواصل معاه ويكون معنا إن شاء الله في حلقة إن شاء الله بالنسبة لهذه الكفاءة تصور معي أن لقيت واحد الإنسان اللي هو مغربي هنا في أمريكا وقمنا بدعوته وطبيب ودكتور وعالم اكتشف دواء دي السرطان الآن يشتغل في إحدى الجامعات يعني المستشفى جامعي يعني بإحدى الولايات المتحدة الأمريكية فهد سيد قمنا بدعوته في إطار دار المغرب يعني نادي دار المغرب بالولايات المتحدة الأمريكية التي كنت كاتبا عاما لهذا النادي وقمنا بدعوته وحضر وحضر مع مسؤولين هنا من القنصلية وكذلك من الصفارة المغربية وجالسهم وعبروا لهم عن فرحتهم به كأفاء مغربية في الولايات المتحدة الأمريكية وكعالم اكتشف يعني الدواء للسرطان ومع ذلك بعد ختام النشاط الذي قمنا به لم يتواصل معه أي أحد ولم ليست هناك لا رسائل ولا شكر ولا 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 إلى آخره الناس كتفضل أنها تقام عدو والاستقبال نعم سي حسن سي علي سي متزكي نرحب جميعا سي هشام هشام الحاج هشام الله يخليك الحاج هشام الحاج هشام صلحي مباركة مباركة وشاركو مباركة يا منسيت أنا مباركة لكم شو للناس مباركة جاي مع الطلي جاي دعم ودليوطي هو دي لا والزاوية التجانية والزاوية التجانية يقول دي الله بصلي وسلم على تيدين محمد الفاتح لمغلق والخاتب لمصابق ناصر الحقي بحسن لهذه إذا ترى تكتب مستقيم على آليح مباري العظيم صلحي سيشام صلحي قطعت لينا قطعت لينا القرايا بتلفل لا يسحبني الصوت سيكون نازل الصوت ديالكم سيطلع فقط صورة سعى سيشام هشام نريد أن نعطي واحد الإضافة السل العلوي السل العلوي بريت تسالي كل شي أو لا؟ بريت تسالي كل شي لا بشي لا تنمح وراء أخر نكون ذاك شي اللي بريت نقوله وقلته إن شاء الله السل العلوي أحضر علي أحضر 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 لا بريت أنا أريد نقول واحد مقطع هو أن السي أبو عقل قال بأن الوزير منصب سياسي حقيقة في الدول اللي السي متزكي ماش مخلق بريت غير أنا نقول أن للأسف أن الحكومة اللي حتى تصفت أن الوزير عنده منصب سياسي الأغلبية فيهم سياسيين ما والو السل العلوي السل العلوي السل العلوي منصب سياسي لا علاقة له بهذه الكلمة اللي قلت دابا حاليا منصب سياسي معني هتا عير معزول ويختار ماشي السياسي أنه يقضي السياسة بمعنى بمعنى غير بغيت ندير إشارة للأسف حتى أن الوزير يكون عنده منصب سياسي عندنا مش معامل وزراء لا علاقة لهم تاب السياسة بسألة أخرى واحد جرت العادة بحكم تجربة اللي كنت عندي في الخدمة اللي كنت فيها في المغرب أن القيد أو العمل أو الباشا منك يمشي شين دينا كي أعطيه لا إحد الأعيان لا إحد الأعيان كي أعرف هدا عنده نفوذ مالي هدا عنده نفوذ اقتصادي هدا عنده نفوذ ديني أو علمي أو كده الصفراء والقناص اللي بني كيمشيوا الواحد دولا نفروض حتى هما يعطيهم لا إحد الأعيان المغاربة دياسبورة المغاربة اللي كينا في ذلك الدول باش لكن شي حاجة اللي يمكن أنه مثلا مسائل ديال البحث العلمي يجيب هدوك الناس يدي يكون الرابط هو الرابط ما بين المغاربة اللي كينا دياسبورة اللي كينا على براء وما بين المغاربة المتواجدين عبر النفوذ الترابي ديال القنصر وتسافير تفضل هاتي دياسبورة اللي سمحتيني دعني سهيشام دعني سهيشام شركوه في الحوار وهادوه 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 وقدروا هادوه زعله وما تدرج أطنينا أطيك حقا خلواه متاعي ببرده ومع خاطره لا 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 ليقوم ما ينحط المبوعة اللي سينا تكمل حضرتك يلا جاوبه أه حودي الله المهمة كنشكروك كنشكروك ها هينشا موانا قلت لي يا هضر غادي نهضروش غادي نطيحوش الكلمة ديالك خاصة بعد صلاة الفاتح اللي ما اغلق نحترموك ونعزوك كتيرا عر بغيت ننضيف عر كلمات للسل العلوي على قضية ديال السياسة اللي هضرنا عليها علاش كنقوله مسؤول سياسي مسؤول سياسي لانه قادم من حزبين معين فقط هذك منصيب قادم من حزب لا يشكلوا لنا لا كدو ولا كدو ولكن هذش اللي اعطلعت بالمغاربة ما عدناش كفاءات وزارية ما عدناش كفاءات وخدك دكتورة ولا هذك الشهادة اللي عنده ديالله ليسونس ولا هذك شي لا يسوي شيئا بالنسبة لتدبير الشيء لا علاقة له بالوعي الاجتماعي ولا السياسي ولا التحجر واحتى الوظيف اللي كان عنده لا علاقة له بالنسبة للحسن مفهوم سي حسن شكرا جزيلا لك واحد المسألة اللي هي عزيزة على قلب سي هشان صلحي وهي امارة المؤمنين امارة المؤمنين كانت حاضرة يوم الساق في كفر في حسن المالي نظمه جلالة الماليك وترأسه بمسجد حسن بمناسبة ذكرى الموليد النبو شفنا امارة المؤمنين في ابهة جليتها خصوصا من بعد كلمة اللي لقاها وزير الأوقاف الشؤون الإسلامية وقدم جلالة الماليك بصفته كرئيسا للمؤسسة الحفل قي يجي في الوقت اللي تنتمي مهرجان من طرف وزارة التقافى قدمت فيه السفالة قدمت فيه السفالة قدمت فيه ترويج للمخدرات قدمت فيه الكلام الساقط تجيء امارة المؤمنين وكتقوم بوحد السرد لكل ما أنجزته خلال الفترة الأخيرة خصوصا فترة الجائحة أو في الأسابيع والأشهر القليلة الماضية سي هشان كنتي أول وحد تكلمتي على هذه القضية بأنهم يقصدون إمارة المؤمنين هؤلاء الذين يريدون بالمغرب سوءا وهم بيننا ينازعوننا في إمارة المؤمنين بغيمي سي أوليها أيها هاو كان مزاكا نأكدوا تأكدات الباق سلام عليكم مزاكين ومباركة وشكرا وكان على الحضور هذا دخلني الشيء قلتها وفينا ومنساوني وليشنا المهم ذاك ذاك الكلام اللي كان قول رات تبت البارح بتاكل راك الله تعال أنت لأ حضرتي على الميزانسان وبرستاتك ديك ديك دي المبخرة ثلاثة ها ما خلوك تتفرج في الماليك بحيط متوحشينه شو كنتقون عندك الحق بتاكل البارح بأنه احنا هنا بالميرساد والبرح بالصراحة كنت فرحان وساعد ساعد 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 لشب تاكل المملكة المغربية موجودة كنقول لكم كنقول لكم وش هذي اللي عندنا وش مكتعرفش لش كتدير البارح بالصراحة كان حمدون شكرا بي كان حمدون شكرا على ذاك شليش تمام في بليزيق تمام غامنق ذاك مو ماروك مو ماروك داو بغن نسوه لواحد سؤال هات شريفة هادي هات شريفة هادي اللي 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 دوستي اللي تبار كلاو صلاح نبيع اللي ما دخلنش معها في تفاصيل السيشان ودي غير زرعتها همتني وإلا همتها والسالي وردي ما بساري اللي ان شاء الكمبيوتر ان شاء كنت سنوه هذا سي متزكي المتزكي انت يعني من بين الناس اللي عطاوا مقارنة ديال المضريب مع تجاري ديال دول أخرى وكلمتنا عن التجربة الإيطالية وتكلمتنا على كيفاش غامروا القضاة بالحياة ديالهم دفعوا تمن الحياة ديالهم كتمن من أجل إحلال الديمقراطية في البلد ديالهم إيطاليا باشي حاربوا هاتي طعمة الفاسدة اللي كانت كتقلب أنها تجر البلاد للخرب البلاد كيفاش تبعتي لحفل الديني اللي ترقصوا جلالات الماليك وشنو القراءة ديال في هذه الحفل طرحة البارح أننا أول مرة كنت نهاست مرتاح في الوطن ديالي يعني بواحد الشكل يعني مفهم يعني أنني مؤمن لأن لقيت بأن الوطن الدولة والملكية في أيدي آمنة البارح من يشوف صاحب الجلالة بعد ما كان كل هذا الهجوم الخبيث اللي كان كنا شفنا شهور متعمل على المؤسسة الملكية ثانيا أنا الجاوب السيل العلوي علش كنفعل لأن أعيان أكبر مصيبة تسلطط على هذا الوطن الكثير منهم منهم هذا من الأعيان لا يجعل تحدي نحن لا يحتاج الأعيان نحن 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 كندا كأمريكا كأي ديمقراطية لا مغيتو خاصي الأعيان في المغرب بغير من يجبطي هالطعم الكبرى هم اللي يشادين عندك أعيان في الاقتصاد واحد شاد المغ واحد شاد آتي واحد شاد سكار واحد شاد عندك في أي ميدان هذو يقوي يجمع هذا وما يخلق هذا وما النواة الخديثة يجب تحرور من ما يسمى ما هو أعيان لا بحكم تجريد أنا رجل اقتصاد أنا استثمرت أنا مغاربة العالم يعني طاقات منهم رجال أعمال نقول لك واحد جاء مئة مليون دولار وحط ونضل شكور نضل أشباه ما يقال هذا أعيان رجال أعمال بدون أعمال ونصار تسنو كذب بغاة اليوم نحن يطلس صدر هذه التفاة المولوية للبحث العلمي يطلس صدر أن أنا كنت لقاوه بعدك وكنت حطوه هذه المشاكين وندياق نوستيك السيل العلوي وبين يديكم من الأعيان اللي هم طغات رابين يديكم راك تمتبع ربحت 900 حكم ولمعرف نهار واحد من المحكامة 941 أو 941 أو 941 ما قيتش عقل مهم على أي مهم في نهار يوم واحد المحكامة نصفاته هذو هم الخطار الخبيث الذي يهديد أمن واستقرار الوطن بالنسبانيا جوابا على إيطاليا أنه إيطاليا القضاء أنا كان آمن بقوة القضاء وبش آمن بها فهي قوة خارقة لأمن واستقرار أي وطن إيطاليا هجمت عليها فحوما صنغي يعني ما هي وكيف اشت وصلت بفتاك الحوار الديين بأن لقات المتابعة لهم لماذا قات بأن لهم خوانا لأن الولاء لهم بحياتهم لدول أخرى وهي تعملت ونقات الوطن لها بغيت تكون جمعية مرحبا بك تكون كل شي لتفتيش بش تدلي جمعية دولية سرية بحياتهم ونقات 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 كرئيس حكومة تقرر وتأخذ الأوامر في هذا الوطن هذا ما الذي وصلنا له وصله لكي يدرمون لنا في الرموز وهي السنة منذ قرون واليوم هذه الالتفاتة تتلس تدر لماذا تقول بأننا في أياد آمنا الحمد لله بأجهزتنا وأمننا وقضاتنا تحية أنا بغيت روح التقيبة أول أنا قدرت على هذا الأعيان أنا قلت حسب ما هو معمول به منذ سنين وغي نكمل سي متزكي يعني غيست للأخت بالفكرة الفكرة هو أن القنص هو أن القنصل أو السفير يكون يعرف الدياسبورة التي لديه في الدولة بمعنى أنه يعرف أنه يجعل البحث العلمي يجعل مقاول كبار يجعل مغاربة متفوق في المجالات المعينة وتكون عند واحد يجعل الدياسبورة المغريب هذا هو المقصود لا أن أنا أشجع على عديد العيان واضح السيل العلوي إذن السيل العلوي إنتشنه القراءة في ظل هذه الحلقة كاملة التي دموزنا خلال الأسابيع الأخيرة كنا دائما كان تكلموا عن المشاكل التي ممكن تصيب المغريب بالسكتر القلبية تكلموا من الظهور وإن أنا أمام غياب المالك وعدم الظهور دائل وما كان يروج الصحفة وفي الإعلام وفي وسائل الإعلام وفي بعض القنوات الناس محسوبين على المعارضة وكده وأمام استمرار هذا الوضع واحد لمدة نقدم لكم أنني أريد أن نقلق على الوضع أيها المغريب الحمد لله أن جلال المالك بان أنه بصحة جيدة بان أنه خصوصا في هذه المناسبة المناسبة التي تتبين ذلك للصق لدي الإمارات المؤمنين هو الظهور في المولد النبوي عندها دلالة وعند رمزية وكذلك المسائل التي حقتها المجالس العلمية التي ترأسها جلالة المالك وبالتالي أعطى نوع من الارتياح للمغاربة وأن كل ما يروج وكل ما يحاك يدخل دائما في إطار المؤامرات للمؤسسسات المؤسسسات والتوابط والتوابط والمغاربة نحن 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 أنه ينضف البلاد لأن فعلا ينقاض هنا وهناك كتتسياد المشاهد لا الاقتصادية ولا السياسية ولا الحكومية ولا بعض المؤسسات وبالتالي أرى الدليل على ذلك دليل بسيط التقرير الأخير دي المجلس المنافسة والمحابات المخبعة كتبان بأن المؤسسات كلها مفخاخة كلها كتخدم جهة معينة كافة من هذه العبات نتمنى أن سيدنا أنه هذه الرغبة المغاربة وتنعت أن الرغبة ياله صحح استحسا أخي العزيز إمارة المؤمنين بكل صراحة قيمتها تتجلى في وحدة المغاربة واستمرار لوفاء الشعب المغربي وإخلاصه لوطني هذه الإمارة رأى دور ديالها اللي ما كيعرفوش الناس رأى حاميانا من أي دخيل أي دخيل يمس بالمقومات وبالمدرسة ديالأخلاق التي تركنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الإمارة هذه تحمين من من كيف ما كان غلو بعض الأحزاب السياسية المغربية التي شاء وضعها السياسي أن تدخل تدخل لنا دخيل لتحمي نفسها في إطار الانتخابات ولتكسب صوت المرأة وإلى آخره ولكن هذه الأحزاب لم يعني ما أعطتش قيمة ما أعطتش قيمة للدين الإسلامي وأنا أقولها بتحدي للذين أرادوا أن يصححوا صفحات القرآن الكريم الذين أرادوا أن يختزلوا دورهم السياسي في الإرت وفي أجيل أجيل ما كنتمعنيش على البي جي دي ده بلا يا أخي هشام كم نسي حزن كم نسي حزن يعني يعني بغينا 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 هذك الناس ولا الأمناء دي لها دي الأحزاب السياسية والله العلي العظيم لولا إمارة المؤمنين اللي دخلوا علينا البيوت و الزربية لماذا تصلي السي هشام يحيدوها لك منك والقشابة والقشابة والزربية دي الصلاق أما القشابة سيمزقونها تمزقها بإسم أحزابهم إلى آخره ما يمكنش لنا أننا نعيش بدون إمارة المؤمنين رأي يلي حامية هذا الوضع هذا حامية كذلك أن إمارة المؤمنين كان حضورها يعني بالأمس يعني في ليلة لذكره مولد نبوي شريف يعني ضربا لمن لسانه ساقط يختزله للسب والقضف والتشعير نعم الإهانة دي الرموز دي الدولة وإهانة كبيرة للمسؤولين في شتى القطاعات وخاصة السلطة هذي الناس هذو أرى ليست لهم تقافة الحوار والرأي الآخر ما عندهمش أرى مسمين أي واحد كي يبغي الماليك ولا كي يبغي البلاد والوطن دياله كيسميه عياش هذي العياش هذا هذي العياش هذو بغيتهم ما يعيشوش بغيتوا عطر في الأخر لكي يسمف الماليك وكي يسمف رجال الأمن إلى آخره وإحنا عارفين بأن نرى هذي اللغة اللي كنتكلموا بها ليست لغة حقيقية هذي عير أولا هذي هذي اللغة ما هي إلا موضوع أو كيف ما كنقوله مشروع لتجارة الرابحة معاق اليوتيوب ومعاق الوسائل التواصل الاجتماعي لترويج حساباتي البنكية عن طريق الأدسانس وكذلك عن طريق والإشارات والإعلانات وكذلك على قدر المشاهدات يعني نحن أصلا ننتقد السياسة ننتقد تدبير الشيء ننتقد بدون السب وقد ولساننا مرجبد للمعارضين وللجمهوريين بآداء ولكنهم هؤلاء يتشفوا يعني حتى التشفي في ملك البلاد أخرجوا من أفواههم ما لم يخرجه يعني ذاك الرئيس اللي كان ديال الإسرائيل اللي مات سابقا شارون نعم شارون نعم شارون وبكل صراحة هاد العياشة هدو راه 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 اسم راه زيان قلت لنا العياشة ولكن راه العياشة لنعيش لنعيش في وطن بدون عنصرية بدون إقليمية بدون شرور هاد العياشة راهما شعب الأخيار هما لشعب الأحرار راشد شد البلاد يعني رباقين من الشمال إلى أقالي من الجنوبية راشدنا العياشة انتم ما كينينش أصلا داخل الوطن خارج الوطن تتكلمون أنا كنت مؤخرا مؤخرا كان تبع واحد الإنسان واحد الإنسان حاولت أنني نسمع له الفيديو دياله وانا كنقول شي حاجاتك نلقى نفس الكلام نفس الكلام يبدأ بها إخواني المغاربة أخواتي المغربيات وثم يدخل مباشرة بالتشهير في جلالة المليك وأراد له الموت وأراد له ما أراد له وكذا إلى آخره لكن والله العلي العظيم شوف الملكية في البلاد ملكية شرعية والمغرب المغرب ما يصلحش له الجمهورية وما يصلحش له أي نظام آخر عشنا مع الملكية وسنبقى نعيش مع الملكية كيف ما كان يعني كل ما كان تنفس ديالنا في الحياة إلا وسنعيش مع الملكية ولكن نريد هناك تغيير نريده في تدبير العام نريده للمواطن المغربين أن يرتقي إلى شعوب دول ديال الاستقبال أنا ما فهمش كيفاش هالناس يعيشوا في دول ديال الاستقبال وأنهم يعرفوا الديمقراطية اللي كي نتم ويتكلمون دائما بسوء 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 هذا شوف الجلسة البارح كانت جلسة ديال الأسرة والعائلة جلسة كبيرة جدا الناس الملك الحمد لله أن شن يعني رفقته شكونهما شن هو أنه بصحة جيدة الحمد لله هذه الدعاية اللي كانت فيها شوشرة وحاولوا من خلالها القفز على أسوار القصر والكشف عن مغالطات مغالطات حقيقية كان يتمتع بها أمثال هؤلاء من أن الملك فاقد لكذا وأن الملك صافي وننتظر وكي وجده كله غادي يكون وغادي يديره هانتو مدى يعني هل لكم حمرة الخجل هل لكم حمرة الخجل وأتحدث عن الذين تحدثوا بهذا السلوك اللي هو نحن ما نبغيوش حتى الأقل واحد في المغاربة بقاعدة واحد حسن إلا سمحتي إلا سمحتي بغي نخليوا هذه الدورات الثانية إن شاء الله لعل الإخوان تكون في هذه النقطة هذه وش ما كان شكوش بأن جلالة الملك دار الكاميرا الخافية هذي الناس والسياسيين دينا والطغات دينا سمعهم أنهم تيروجوا الكلام على أن مولي رشيد بغي يقتل مولي الحسن للا حسن بغي تأخذ المنصيب الملكي الملك مريض وكي طلب الموت الرحيم هذا الشي كله كان يسمعوا لأنه في كامل قوى العقلية ومع ذلك لم يعطي ولو إشارة وحيدة على أنه بخير وعلى خير وكأنه كان يتفرج على ما سيقع بعد وفاته بعد عموره طويل إن شاء الله يعني خرجهم من الجخور دي لهم يعني ركب ليهم كاميرا خفية وخلى كل واحد كيعبر على ما بداخله ويخرج ما بداخله من خمس ومن بعد جغل ما أنا معكم سيشاكم أنا بغي تسول واش الموضوع دي اليوم هو دي كالجلسة في الجامعة البرح لا مخلط 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 يعني أنت بعقل قديني تسيش تادور قديني كانت سول راتي واش لقيت في الجامعة ولقيت قدام لاماب أنا غد نقولها كما نقولها عندي واحد لانالوجي الجمهورية هي الخيرية والملائكة هي العائلة الملائكة هي العائلة ملائكة لنيت الملائكة هي العائلة علاش الجمهورية بحبت بحبت كي يجي واحد المدير ما عنده احت tv حتى مواصلة مع دوك الدراري بساكنين تمك كيجي كيدوس ديك المتاجين ويمشي وكيجي مودي راقر العائلة هاد راقر العائلة راقر من جدود 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 هم جدودنا وديك الجلسان البارح عائلة أنا ما كانشو شغل العائلة العلوية أنا كانشوفها العائلة المسلمة الملاكية المغربية الملاكية كانت كلها مجموعة هادي خاصتناك يفهموا يمشوا وغير يفكروا فيها شوية شوف غير واحد كيكونوا والديهم طلقين وكيفس كيعيش وعسك عيش بخيريا على الجمهورية رسلها مهم شوز ما عندهم لك قلب على الباشار لكيبدأ كيجيوا كيديوا المدة ديالهم كينهبوا بها كيدروا بها ذاك شيء خاص وكيمشيوا وكيبقى عائلة تفقى بوحدها يتيما وكيجي عائلة تفقى بوحدها وكيجي عائلة تفقى بوحدها وكيجي عائلة تفكروا على الملاكية وفاد نارضا تفكروا واحد أنه يعطي الملكة لمن يشاء ولكن مسلمين ومؤمنين كان أمن وكان تسلموا رأسنا لذا ما نرح تفرس في المهداوي دار واحد الانتربيو الخوار مع بعض البروفيسوري كونوميك ودك البروفيسوري كونوميك في السر أفريقيا كديرا ما زال ما وصلوا في اقتصاد سي إيشار بغان نهنسوا بغان نتكلم عن الشكل الاقتصادي بعد قريب وغاش غاد يغد سيموت يزكي الكلمة ولا بغيت نهن بغان نتكلم عن الشكل الاقتصادي والسامير والمهداوي إن شاء الله سي إيشار ومتزكي أولا كنت أخذنا تشخيص مواجهة براغماتيك فهذا المدى اللي كنا مجموعين وكنا ناظرنا وكنا شفنا وكنا شفنا واحد تكالوب وهذا ما كان أعطيش أهمية ولكن مشينا الشكول المستفد من هاد الحملات واللي ما تقاش والحمد لله أن المغاربة العالم ومغاربة الوطن فهموه ومشي غير فهموه فهموه في الظروف السيئة اللي كيعيش فيها المواطن المغربي اليوم نعم اليوم مرجع صاحب الجلالة والملكية قدام استقرارات الوطن ونتمنى ونطالب بالتنزيل والتفعيل حقيقي لتنظيف هذا الوطن وخصوصا صراحة أنا مشي لها منظر راس هذه الحكومة هذه مشيغل التحيد يجب أن تتحاسم لأن هناك يعني نهب أموال الشعب أموال العامة استغلال النفوذ هناك مونابول هناك يعني غير كل شيء تابت ولهذا هذا هو المغرب البناء الجديد وبناء مغرب لماذا اليوم أنا شكت باش غير ما نطولش هاد الشابة هذي يعني المتنورة اللي مشات هي بالعلم دياله وكنحيي فاس وكنحيي كذلك فاس الجامعة ديال فاس لأنه واحد الماستر تعطات فيها الواحد الشابة اللي عانى ومن ضل هذه الأرض ديال الميناء الشمال ديال الميناء المتوسطة كلها ديال الموناء ديال إدريسي ومافيات هك معليهم ويجمو هذيك البنت هذيك الشابة كبرات خديجة الإدريسي الموناء وتخصات في الأمن العقاري ودالت الماستر ديالها عقل العقارات موضوع النزاع يعني لأنهم كانوا كيطرماوا وتصور كيفاش من الجامعة ديال فاس فاس عاصمة العلم تجميع المدن كاللي عاصمة ديال الاقتضانات كاللي في العالم كاللي المغرب يعوج بتاريخه واليوم يتعدب في هذا الحاضر نريد يعني تنظيف الحاضر لمستقبل جيد واحد الملاحظة لك أشكر واحد المقال في الصميم كان كتبوه أبو سالم كاب بنت كات لما دور هذا البحر تصور اليوم كين شباب كيمشيوا بعدوك الباخيرات الصغر وكيدروا مفجرات بالصيف عندهم 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 ديناميد ديناميد دي ديناميد تصور معايا يمشيوا كي يضربوه باش يهزوا الحوت أولا كيفاش عندهم الديناميد ثانيا واش هناك شي شي حاجة أخرى ثانيا هذي تدمير المستدامة هذي كونسيستان ما غير يتيب مليكا تضرب بالديناميد يعني ما بقاش عندك الحوت غادي يجيل هذيك المنطقة واش هناك واحد المقال المسخص كنحيي عليه ويعني هذا هو العمل يعني هناك بحث هناك مراقبة ومليك أنت بيع التنمية المستدامة هذا أجمل ما يوكليش سيد علوي خليك معنا في الكاميرا الخافية واش تتوافقني الكلام أن جلالة الملك شاف كل شي بعينين عنده يعني فكرة على قال كلام الخبيط والتصرفات الخبيطة والأشخاص الخبتاء ومن يقفون وراء هذه الحملات لتسيء للمليك وتسيء لرجال الدولة ومن يقف وراء محاولة زعزعات من داخل المغرب واش قد شوف بأن كان إمكاني يديا لأن جلالة الملك تعمد على أنه لا يحتاج إشارة بأنه رابع خير وعلى خير يشوف كل شيء أوكي صراحة أنت مزيانة تسمية اسميتها كاميرا خافية مزيانة وستعملتي قبيلات المصطلحة هذه الخرجهم من الجحور ديالهم أنا كنا نبغي نطرح سؤال وماذا بعد؟ هاد تعفون لكي يقدير الكاميرا الخافية وشاف الناس اللي تسيء البلاد تسيء التوابط تسيء لمؤسسات وده ماذا بعد؟ كيمكالسي متسكي خصنا نضفوه نضفوه المجال في المغرب كاركتين المسؤولين يدينون بالولاء لجهات أخرى متعددة وخارجة على التوابط ديال البلاد وعلى المؤسسات ديال البلاد قصنا الكاميرا الخافية داست بغينا نشوفوه النتيجة النتيجة هو أننا قصنا نبدأ في حملاء ديالتطهير لأنه بالغسي للزوبة ما بقاتش أننا نمكننا نتناو أن الأوضاع تزيد تفاقم كتر من هذا شيء لأن المغربي متضرر اقتصادياً متضرر في المعيش دياله متضرر في حقوقه متضرر في الحرمة دياله ما بقاش من بعد قصنا التحرك هادي اللولاء مسألة التانية هتعرفوني أنني أنا دائما كنهضرني يعني ما كنضورش شفي بطوخني ميل فوا باش نهضر مسألة ديال الناس اللي كينعتون بالعياشة لأننا كنقولوا عاش المالك من أساءل هاد الكلمة ديال عاش المالك تولي تسمي يد عياش كون هما ناس اللي ظهروا في واحد الفترة معينة من بعد ألفين وحداش واللي كانوا كيتعدى وعلموا تظاهرين في ديال سميته ديال العشرين في الحركة ديال عشرين في براير أو الناس اللي مع مرة كانت تسقس النظام الناس اللي كانت تطلب تحسين الوضعية المادية والاقتصادية وتشغيل وكذا وكانوا كيتعرضوا الاعتداءات والناس اللي كيتعدى وكيقولوا عاش المالك فدرجة هاد التسمية حتى ولو كيقولوا هادوك الناس اللي كيدافعوا المالكية يتموا العدوان على المواطن المغربي اللي ما كيقش الملكي كيطلبوا بحقوق دياله ولات مراضي في العيشة اللي كيقول عاش المالك هو عيش يعني ولات عندهم فهم قد عي والحال أن المغاربة اللي كيدافعوا التوابط واستقرار ديال البلاد ودافعوا التوابط ديالها ومن ضمنها المؤسسة المالكية مش عيب أننا نقولوا عاش المالك مش عيب أننا أننا متشبته tysوق ديال اديال المغاربة اللي هي المؤسسة المالكية لأن عمر المالك للمغرب صوف يدسيق لدسيق اللي هو في النظام المالكي بغينا الأوضاع التحسن بغينا هاد الناس اللي كي سيقول المغرب وكي سيقول المغرب وكي سيقول الاقتصاد المغرب وكي سيقول المغربة أنه يتحيدوا ولكن في ظل واحد الاستقرار وبإرصاء الدولات الحق والقانون المسألة اللي بغيت نقول أنا اللي كانت تعجب له هاد الناس اللي كانت هنا عيشة اللي بغيت نشير له يتعدى واحد المنطق يقبله العقل هو أنه في الوقت اللي كان لقوا أن هناك معارضة جزائرية وكان شوفوا بأنه كانت تقريباً سنة ونصف أو سنتين الجزائريين كيخرجوا ينددون بالنظام وخرقة النظام والمجازر ديال النظام وأنه نظام اللي أكثر من 250 ألف جزائري وأنه كينه بتطروات ديال البلاد وأنه وأنه وأن المغرب متطور على الجزائر كان لقوا نفس هذه المجموعة هذه في الوقت اللي كانت ضرب في المغرب تشيدوا بالجزائر أولاً تانياً أنها كتبنى الأطروحة للنفصال وتقسيم المغرب يعني بالدفاع عن موقف ديال البلاد وهذه اللي ما بغاتش تتفهم لي أنا كيفاش نتوم أول ما كتضربوا كتضربوا في بلادكم والمؤسسات البلاد يمكن لك تنتاقد ولكن ماشي يضرب في المؤسسات البلاد وفي نفس الإطار في الوقت اللي كتضرب في بلادك كتفع الجزائر أكتفع الجزائر وعلى أطروحة ديال ناس انفيصاليين في الوقت اللي في تين دوف ناس كينين ضد العملية الانفيصالية وهم محتاجزين في ديك المخيامات في الوقت اللي كتلقوا جزائريين سواء المعارضين على برا أو لما الجزائريين في الداخل يحاولون بشتل وسائل أنهم يتخلصوا من هذا النظام ويأتي واحد مغريبي لا لشيء إلا لأنه يعارض النظام كيتفع على هذا الشيء هذا البرادوكس ما قدرتش نفهمه قلت نقول لك السي العذراوي أنا نسمعتك أنك كنت في الجامعة دي المحمد بن عبد الله الثانية ليا كان الشرف أنني تم قرية جامعة سيدي المحمد بن عبد الله فكنت قبل من كانت كنت في بداية تسعينات اللي خرجت وللأسف في الوقت اللي كان لقاوا ناس يمكنك تعرفون إلا كنت في كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والاجتماعية كان الأستاذ أمال جلال أمال جلال شخصية علمية وفكرية بغينا بحال هاد الناس اللي يكونوا في الوزارة بغينا بحال هاد الناس أنا ما أظن أنه صبح للعميد ديال الكلية ولا العمدة ديال الكلية كان هو الوريكتور كان عميد كلية الحقوق قيدهم كلية الحقوق وقلوا هو العميد ديال الجامعة بحال هاد الكاليبر ديال الناس اللي خصنا يتسيدون مش هاد متقاف وازين جيبونا بحال وزير تقاف بحال هادا اللي يدعم طوطو وزير عدل وزير عدل يدافع على هاتفها راف نوكت نوكت اللي كنسي أمل جلال هو العمدة ديال لا شو تسمى المسؤول الأول على الكلية اللي نسمي قيدهم عميد 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 العميد تمولته ورئيس الجامعة القيدهم هو رئيس قيدهم الجامعة هو قيدهم الكلية وعميد الجامعة هو أنه في الوقت اللي كان هاد سيئة من جلال هو المسؤول الأول على كلية الحقوق كانوا أساتداء واحد فيهم توفى السنة الماضية الله يرحمه سيد ريس بودحلال اللي كان أستاذ ديال الاقتصاد وكان مجموعة ديال الأساتداء كبار من اللي كانوا يلقيوا المحادرات ديالهم تيجيوا أساتداء أخرين تيجي سنطلهم يا سلامة وأنا أكثر من مرة أعطيت شهادة وأقسمت بالله أن أكفز أستاذ كانوا يدخلوا ليه ربعة خمسة ديال الطالبة من أصل 300 طالب هو الحسن اللي سيصبح وزير التعليم العالي صور صور يا سلامة أنا أخبركم بله أنه كانت الحصة دياله وكانت وصل لوقت باشغران قرار ومكننش كانت دخلوا ليه لذلك لهم فيه تيار خضروا بتكاشة ربعة أب خمسة ديالناس جالسين كي تستنتوا ليه هو اللي مع الوقت غير صبح الوزير المكلف بالشأن ديال التعليم العالي للأسف الشديد دانسي هشام صلحي منك الكلمة العمي لابا عمي العداء هشام صلحي موسيقى لابا عمي العداء لم أعطيت لي الكلمة ديالي تفضل السيحة سيد سحبني واشكملنا أبوه لا ما زال أنا كانت بأسسي العلاوي تفضل إلا اسمحتولينا شوف مجموعة ديال شوف دكشي لي قلسي العلاوي يعني بيقول لي صارحة والله العظيمي لحمة يعني وجهكي حمار بلا مت يعني كتشعر بواحد الحزن وواحد اليأس كتشعر بكل شي من اللي كنسمعوه يعني وزير وخاصة من اللي كيكون وزير دير واحد القطاع اللي هو عليه كيتبنى البلاد ما هو وزارة عدل أنا تبعت اللقاء ديالو مع الراديو مع صحيفة معينة يعني كلكم شتوت قريباً أصوات اللقاء يعني بغيت نعرف عير واش كتكنشوف أو كتكنشاهد أن هذا وزير العدل انما اللي كيتكلم على طوطو كيتكلم وكيقول للناس يقول الناس هدوهاد أنتو معيك يتغدروا وصافيك يتكلموا راه شوفره ما غايهزناش هادش ما غايهحطنها كما ديك الأغنية ديال ما غد ديروا لا يقدم ولا يأخر يعني هادش ديالكم شوف شوف تحدي في نواصل شوف تحدي في نواصل شوف تحدي في نواصل ديالوزير العدل أمام الناس اللي عندهم آراء اللي هي حقيقية ديال البناء حقيقية ديال البناء الناس عندها غيرة على بلادها الناس غيرة عندها على الوطن ديالها كيف يؤقل المدبير العام في مجال ديال العدالة أنه يتحدث على المواطنين بها تشكل وكيف تكلم على توطو بأنه رأى في حال شي حاجة دير إنجاز وديه لدارك ديه لدارك هذا الشي اللي قال توطو رأى ما قالتوش فاتيحة اللي تعتقلت مؤخرا ما قالتوش كله هو رأى دار تخيص ديال المجموعة ديال الحويش قامل هذاك توطو دارها في مشهدين أو ثلاث مشاهي دارها لماذا؟ أنا كنشوف ده بوزارة العدل وكنشوف النيابة العامة النيابة مؤسسة النيابة العامة مستقلة على وزارة العدل ما عندها علاقة بوزارة العدل فكيف يعقل للمؤسسة النيابة العامة أن تتابع هذا فاتيحة يعني أن تتحرك في هذا الجانب والشرطة تعتقل هذا السيدة في الحمام أو المرحاد كيف ما سمعنا وأن وزير العدل في حين أنها لم تتابع هذا الشخص الرابور هذا اللي هو دار هذه الشوهة الكبيرة وتحت يعني مشروع قامت به وزارة التقافة شوفوا الكلمات ووزارة الشباب شوفوا الكلمات ووزارة التواصل شوفوا الكلمات جمع بين ثلاثة يعني ثلاثة ترافق كبيرة في البلاد الثقافة والشباب يعني يديروها الشباب هو اللي وول وكذا ولكن سمحوا لي يا أن هذا الطوطو هذا اللي أنه في هذه الخشبة طالع وهذه الداري اللي هما النسل الصاعد واش بهذه الوجوه اللي هي هكاك وذيك الحالة هذو هم اللي غادي طلعوا عدنا برلمانيين دي المستقبل هذو هم اللي غادي نوجدهم برلمانيين هذو هم اللي غادي نوجدهم كوزارة اللي غادي دي يدبروا من الشأ الأم اقسموا بالله العلي العظيم بأن هاد مثل هاد هدي الأمور سا يعني يعني غادي كل ما درنا وكل ما دروا لصابقيننا باش المغريبي يعيش هاد الناس بهاد الوجوه هدي غادي تقتل لا تدبير ولا كل شي هادوا ما عندهمش تقافة أصلا دي السياسة ما عندهمش شوفوا عير الكلام شوفوا عير الحوار شوفوا عير اللغة باش كيتكلموا شوف هو هادك اللي طالع في الخشبة ما عندهم عربية ما عندهم لغة دي الدارجة ما عندهم إلا قلت الحياة في الدارجة وفي اللغة قلت الحياة وعادة خليوا الإحاءات اللي هي بورنغرافية وخليوا الإحاءات اللي هي تمسوا وتخدشوا الحياة وشو كده وقال لك خليوا يقول لي بغا علاش غادي نتقوا إحنا نزيرهم فيهم هادا وزير العدد كيتكلم هكا كيتكلم هكا وزير العدد عمد الله لماذا؟ لماذا إحنا غادي نتقوا على الوزارة اللي طلعين بدي يتفاه فينا نا أنا من هنا يا قبل من سلي هاد مقطع سأتوجه إلى جلالة المالك هنا وإلى آمارة المؤمنين وإلى علماء المغرب بأن يعني يكملوا بعضياتهم في الجانب هذا لأنه رابدون بدون هاد الجرافة خصكم تحيدوا لنا دي الناس من طريق خصنا جرافة كما جرفتو الساكينة دي الضواوير وريبتو عليهم هده تحيدوا لنا هادو جيبوا جرافة حقيقية تحيد هاد الناس أمثال هؤلاء تحيدهم لأنه هاد السمت ليس في صالحين هاد السمت ليس في صالحين هناك هناك من يسيئوا إلى إمارة المؤمنين وهناك من يسيئوا إلى رئيس الدولة وهناك من يسيئوا إلى التدبير العام إذن هاد الشعب هذا إذا كانوا وفيا فاحترموه وقدروه ويعني خصنا بغينا نشوفوا التوجيهات المالك في الجانب دي الأسعار المرتفعة بغينا نشوفوا جلالة المالك فهذه المحروقات اللي هي باقة في علوها وأن الدول كلها نزلت وخفضت القيمة دي الأسعار وتمن دي البرميل كله نزل ولا زلنا هاد الفطرة هاده رخصة يتحاسبوا عليها هاد الحكومة هاده رخصة يتحاسبوا عليها على عدم نزولها هاد الفطرة من 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 شر اللي داز الى يومين هاده خصويت حاسبوا عليها لأنه لأنه شكراً لنوضعه أرض هي النقاش في الشقة هي الاقتصادي اه مؤخراً تم الإعلان على أنه بس كالمتاز كيلة ديان بوانت خزان بوغتاو ما 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 لاحظناش ليه قال لك على دوك المفجرات في في الناظر نعم لدي عمال الصيد هادوك المفجرات كي تخطبو اليوم وكيبانوا بأنه مرة الصيد وقتا غد يمكنهم يستعملوا في حواش خرين صحيح في الإرهاب الداخلي حيث ما نساوش ديك جيهالي فيها الناظر دخلوا لنا منها بزادي الخطة لأفريقة وكنشوفو اليوم كي في غيزوستوسيو واحد الفيديوهات رجعو ديال دي تسيب صغير هجمو على الكونسولات ديال المغرب في فرنسا بأنه خزان نفهمو بأنه تصهيون رأى كيدربوه في المغرب العربي كيدربوه من بره وكيدربوه من داخل ديال إفريقيا وحيث واحد أخرى ديال الحياحة وزادوك اللي كيقول لك أنا عياشها أنا عياش وافتخي اللهم ما نقول عايش المالك ولا نقول سقط عاجا علاش هادو كيهضروا وكيقارنوا مع 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 الجار الزايري وكيدربوه في المالك وكيدربوه في ناحنا ولكني ما كادروش على الحكومة ما عمرش واحد فيهم ما أدر على أخنوش أنا عمليش كاد حكوا أنا سولكم سؤال واش عمركم سمعتوا دنيا فلا لي أدرى على أخنوش واش عمركم سمعتوا أخنوش لا يا أبوانكو مهنا هل تحدث عن المشاهدة؟ أخنوش ما أخنوش؟ ما تريدون أن أصحاب المغرب؟ أخنوش؟ أخنوش؟ البلح أقنوش كان في الجامع؟ لا كان بزر ديلي بوان الله يخلكم أنا كان طلب عنا بصراحة محكة العربية عنا كتفرجوا لينا بزر كل واحدة التي طلب أنا كان طلب واحد يستفتع كما بغني يديروا في السحرة يديروا عن نحن يستفتع كسوا ولو تبقيتوا البرلمان والأحزاب السياسية ولا بغيتوا الملكية تحكم بوحدها بغين الملكية تحكم بوحدها أنت وتشعود وتسعين فاطلة تشعود وتسعين ديال المغربة طبية لكن كنا ندبوش ولينا حيثين في المغرب أحد عالميا ضيون ولينا حيثين الدكتاتور دو المينوريتي هاي الحكومة هاي طلعت بلا مينوريتي ديال المغربة وشو فاشنو ملز ما على المغربة فتيحة قدرنا على فتيحة فتيحة غير لي لي ما عنده عقل وما عنده ما يدار ما يدار فتيحة من حيث فتيحة وسيلة باش تلهي البشار فتيحة قرجات فضل وخيتها هذي ودار ذاك البوم وأبوية وهذا باش تلهي البشار هلاش بحيث البشار الدهف وزير الثقافة ودهف هذك المساشر اللي كان معاه ودهفه قمت بتونت شخ! ملان! ضرب لك نعم أسيني باع الكونترال الكاغفوخ التارودنت الأرض بخمسة وثلاثة المتر وبطاطة وسمع السقعة قال لك دا بق أنا أه! مينكس لي أندي رجوجة خدمات حتى بعتيها السقعة على الأرض وخديتي الكوميسيون وخديتي داكتي ديالك عادي بغد يداب التفقى باشي لو قاعد شي حاجة أه! أنا ماشي هنا! وعليب لك الحماية ديالوزيان شخ! على الوقوال كديرة أخط مغربة يفاقو! والأكثر من هذا أنا ديالب الشهرين تقريباً ما سمعت شوه بك هدا! شو ماذا تقعد يا غران هاضلي؟ أغن نقول لها عوجيني غران! سي عبد الرحمن عرفك بلوكي واحد خي اسميته بنخ أزاغار! تنسى لي وتنسى لي ورا! لا لا ما تفقاش تما هدي كران نسك تقرح شو ما! ما تقعد يا فهم أنا كسحان واحد كاتب لي دا بلقارو! أحطار من أجسي! غنقول له! غنقول له! غنقول له! غنقول له! غنقول له! هذا فين كران لك! قد قلبتكم لمسامحة هذا فين كران اي of that اللي diesعى العجوان أو تقرح seven overtime تقعد وصول الأWelcome وقال للهاتف ي Look at you asap have one with처�ativa وفضاري وفضاري واحد القضية صحب لي سليتي تقوم باللعرية بحيط أنا أنا عروبي مصابي يلا زيد أنا عروبي مصابي زيد الآن هل تفضل الآن أتفضل الأدراويات تساكت أعرفت أنه بعدما بدأت القصحة رجل تسطيع وراتش فينا وبثالثي العدراويات كانت مجدل سنون أمير مليهي شرب ولكن حتى 48 ساعة قبل قدومي وقع إدقي هل رفيسة لا تكرر رفيسة ماذا كان في الحلبة؟ لا لا يمكن شيء تسخرى بالصباح وانا شتنشر شرب رقص سخونية حول راحا، كما عدرت على الاقتصاد وحتيت بتصويرها دي الأخنوش والبخيرة المغربية اللي شميتها ديش للا يلا واخسنا نوضعوا الأرضية دي منقاش نتكلموا عن الموضوع العذاب بعدما يتكلم السيل علي ويش نبغت يا سيل علي وتقول تفضل أنا بغيت غير ننضيف واحد القاضية هو أن قبل تنهضروا على الإجراءات اللي خاصة تتخذ عيب وعار أن يكون في المغرب وزير عدل كيحل القضايا من تحتها عيب وعار أن وزير عدل يكون مستشار ديال شركة إماراتية اللي غدتنصب على الملئات ديال الناس هو المستشار القانوني وكانت حطوة تيقى ديالشي حرا هوالشي سعوديين يقول أن عندهم الحق أنهم يشريوا عقار والعقار فلاحي كيخضع لواحد المجموعة من الإجراءات وواحد المجموعة من الشروط عادي يمكن كل إجنبي يشري في المجال القاروي بمعنى هذا السيد هذا من خلال تصريحات دياله ولمواقف دياله وشنا أنه كيف هضر على الجمعيات ديال اللي كاتها هضر على مي فاته الملعم وشنا في الوقت اللي كيحل القضايا من تحتها في داك القضية ديال داك حليش يعني هذا الوزير هو صورة سيئة على العدل صورة سيئة على المسؤول المغربي وبالتالي هذا رأي من الناس اللي خسومي حيدوا ففي الوقت اللي غد يلقوا هاد الوزير يدافع على الموقف ديالها التطو وعلى وزير التقافة وكيطلب منهم غربة أنهم هم هم اللي يعتدروا هذا ما إنسان أخرق ما كيعرش بأن وزير التقافة ولا هو كوزير لأنهم يتصرفون في الملعب وأن كلهم هم محددة وإلى هدرنا على التقافة بمعنى وزير التقافة والشباب والاتصال منفروض أنه يكون كيعطي القدوة للمغاربة لأن الهدف هو تهديب الضوء العام هو خلق أجيال أو تنشيئة أجيال اللي تكون تبعها بتقافة سليمة ماشي واحد اللي غادي يجي هدرع للحشيش ماشي والشي واحد اللي غادي يجي يشرب ماشي شي واحد اللي غادي يبقى يقول هدرع طايحة ويعطي القدوة السيئة وبالتالي هاد الناس أنا لا أعتقد أنهم راح ما تيخدموا غير عبات أنا بالنسبة لي هاد الناس هادو مني كتشوف النصق العام اللي عليها المغرب كان واحد الخطة مو منهجة ليتمخيص وضرب ماشي فقط المغرب أو المؤسسات حتى المغاربة يعني هادك النخوة المغربي ولا قناعات ولا مبادئ ولا تقافته ولا الوعي دياله هاد الناس أنا بالنسبة لي عندهم مهمة ديال أنهم يرجعوا كل شيء لحظة اللي بغيت ننشير القضية دياله ديراميت هو في البحرية الملكية طالما أنه كين مقال مقال صحفي مفروض أن المقال الصحفي يكون مقرون بما اتخذته البحرية الملكية اللي تجوب الشواطئ وكتعرف كل كبيرة وصغيرة ماشي كين شيء معلومة حول تدخل البحرية الملكية أو السلطة العمومية أو لا لا تفضل شكراً سي علي العلوي إذن سنعودون ونرجعون للمنشور السابق بخصوص اقتناء المضرب لباخرة أطلق عليها اسم شالة لأن الدرفية اللي كان عيش فيها حالياً هو أن الأسعار تقريباً على الصعيد العالمي للتوزيع المحروقات رجعت إلى ما كانت عليه قبل جائحة الكوفيد في المغرب الأسعار كانت ما بين 8 دراهم و10 دراهم وبسبب الكوفيد وبسبب الحرب الأوكرانية الروسية أطلع السعر لما يقارب 16 درهم في الوقت اللي الخام نخافض بما يقارب 50% بقى الأسعار تراوح 14.15 درهم إذن فضيل هذه المعطيات والانتظارات دي المواطنين المغاربة اللي كيتسناو باش أن الأسعار تنخافض كيتم الإعلان على أن لا سامير موجودة واللي بغيش فيها يزيد يتقدم مرحبا بيه هذا الناطق الرسمي باسم الحكومة في نفس الوقت كيتم الإعلان على أن المغرب كي يشتري وحد الناقلة دي المحروقات مجموعة دي المعليقين على صفحات عدراوي لايف كي يصحوا المعلومة كي يقولوا بأن المسألة تتعلق بشركة خاصة ولا علاقة للدولة المغربية بهذا الموضوع المهم هو أن الباخرة غادي جي للمغرب وغادي تبدأ تنقل البترول من المغرب وبأن لا سامير واجد اللي بغيش يريها مرحبا به وهناك أصوات تقول بأن عزيز أخنوش مرشح لشراء لا سامير ومشي بعيد يكون هو المحتكر لنقل البترول بصفة عامة في بلد المحطية كاملة أشتري قول سيهي شامسوكو حالا غرج عشويا في كرونولوجيا في 2016 تقدم لجالة مالك واحد سيد اللي غادي يكون سافير في كوريا الشمالية الجنوبية الجنوبية برضو الجنوبية عادك سيد شكولي قدموش شكولي أخنوش وهو من الأغاني دابا هاد كنفهم أنا علاش هاد السنة الأخرة بريباراتيون دو بوبل لأبينيون بوبليك كي هدروا لنا على لسامير لسامير خاصة هادي خاصة هادي وحنا كنعرفو كل شي بأن دوك الفلوس كل اللي من كتسل كتسل الدولة لنك لسامير ديالدولة ديالشعب المغربي غادي يجيو دابا دابا إلى المغرب شريعان تنكر ديالنقل النص سا فيدير كي غادي ولي هو براسو يرا فيني البترول ديالو باتك سينو ساتير اكوات شريعان تنكر ترانسポرط دو بترول برد باش أجنو باش ديالتو لنتغل ديالدولة 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 ربط ديالدولة فاندون هذا. ولا كنظلم بأن هادك غدي يكون واقع خنوش. وغدي شريها غدي شريها بفلوس المغاربة. لك 17 مليار اللي ولا 37 مليار ولا ما عارك شنو. غادي غادي شنو. اسكي ما عاد كيف اسكي يقولوا منوك يحلق ليه ولا منعرف من عندوك. بموسوك يحسن ليه. وقتين غادي دير. بس كومنيكا جي تشوف. تشوف كيفاش افريقيا خداما. كاد قولها العجاب. ماذا خداما بدك تاريقة دي القرن 19. وفي غنكو. كن كن في شي دولة زعمة بصراحة. كن كن في شي دولة اللي فيها المواطنين. ودوك السياتيين والسياتيون. كي عندهم حرقة البلاد. وعندهم الغيرة عن البلاد. كون لديك الانتروتخيز غادي تتحيد من أخنوش. وتحدي سوزان كونسيد وغير جونس. ماذا؟ منك نشوف اكبر شركة في المغرب. دي التوزيع. الليسانس والمازوت والكاتشري من بره. بثامن أغلى تداد المرات والاربعة المرات. من شركة صغر منها في قلب المغرب. يا كيك شوز كيفا بغلا. يا كيك شوز كيفا. يا كيك شوز كيفا. سانا أكن سنس. كتمشي. وكتشري عند هادك اللي أغلى. بتجي تبيع في المغرب. والعضراوي قالت يا كيك شركة صغر من دي اللي يكي يشري الخاص. سادو بغاية تدخلو كونت خلق. حيث واحد عنده ببوغ دايش أكبر. سادو يشري برخاص. دوك سافديق دوش شوز. بالناحية ديال الدريبة. وراكي تتعفى من. ومن نساوش. كي ما قال لي واحد صاريان. قاعدو كليستاتشون دايسانس للأرض اللي في موجودين فيها. رفابور واخدو مفابور دوك الأراضي. شوف هذا اللي كان يقول لك من. من الشعب. كي يعطي من ديال الشعب كي يشري من عند الشعب. الأراضي فابور. الداربة. ما كيخلص ذلك شلي كيخلص. وشحال ديال الفلوس كتخرش براب. شحال ديال الفلوس. العملة الصعبة. كتخرش براب. بس كيتشرب. ذاك الهصاص اللي كيجي تستوكها. وكيتشرب تاما غريب. يا إما أغنوش حمار. مكلخ. ما كي حرفشي. ما كي علفشي جيري الأنتر Klarbi Z. إن لم يكن بيس. إنه ي لن يكن بيس. صحيح تلك managed. هذا يضربوه في المغرب في اقتصاد المغرب باغيني يقلقوا المغرب باغيني من الداخل وانا الناس خوشيبات وانا شريغلة وما كانت حييج ضريبة ما كانت خلط عتحلت نصف المغرب هاداك دوق اخنوش عادوا المغربة وعادوا الاقتصاد المغربي فين غادين يا الناس حتى ليمتاج بس نفهموه بانا رايب فشل في الفلاحة فشل في البحر فشل في كل شي اللي حفايدوه سبحان الله العظيم اذا بحالي كانت كمويلة لك كتقول لك شي واحدة ما كانت طيبس مزيان كتقول لك هاي تكره شبوله يدهب للمرارة قال احناق اذا فايدوك تطلع بابا واش فهمتو القال بجي الاخر وشنا هو نعم كلام واضح سيش سيش متزكي هذا المقال اللي يتكلم عليها السي صالحي يستوجب تدخل النيابة العامة والتفكير لانا تسكي هاداها جناية الليك تكون عندك بفجيرات خص المصدر ديالها وخاصرها عندها قانون جنائي يعني خص وماشي غير جي خص البسيج تطلع تشوف كيفاش يدخل لذاك شي وش كنت يدخلو كيفاش يديرو وفي الغادي كين عنده اه اه وجه اخر ثانيا انا بغي تتكلم على هاد اله بالمطلق هاد المقال ديال الباخيرة هاد المسبوع تحكم كم المدير العام ديالها كومالاف خمس سنين اللي كان بني طيحوها فييد هو ماء ديال كومالاف يعني ديال كومالاف يعني شركة هارام مغربي دمروه كان عندها سبعين باخيرة وبحارة كانت تتفورمي لي كوموندو كانت تتفورمي لي ماغي يعني احنا كوطان معداش شركة بحلية باش تفهمني جاي وش حال عندنا جيال البحر وش حال عندنا جيال البحر عندنا عدنا اكبر شواطير يعني كدواد يعني كانت تزود كل شيء الاتلانتي كيلو ميلي تغاني وما عندناش كانت عندنا لكومالاف وكيدكروق مغاربة العالم الكبار مراكز كده كانت تلسات فرنسا وكانتركبوه وكانتنزل ستانجان ومضيف وكانتدخول وكان يعني شركة ملاحية كل وكانتدخل مغاربة طاقة مغاربة دمروها خدخم سنين من بعد سنين سيرومجية ديك الله فباش نفهموه كما سنبال يوم هادا غيشتري الباخيرة جوابا عليك الباخيرة كنتصور بها السافير يعني هاد المترجم ايضا على اتصال عامة وطنية وطنية يتكلمون عن السوق فاكتوراتي يتكلمون عن البورس يعني يمنع الفسك لكي يمشي يشوف الوجوه للشاة ويشوف ولكن كل رئيس الفسك رئيس الحكومة مرح ماقفة البلاد يعني انت لغبيتخ وانتلك تمركي البيوت وانتلك تمركي البيوت وانتلك تمركي البيوت وانتلك تمركي على الفرقة اللي بغيت راجتي راجة شخص يتحيي لدي العابة وهذي مطالب لي صاحب الجلالة لا ما نفعلها ممكن عفك اولا انا بغينا نعرف هذا الباخيراء نتمنى انها تكون ديال الدولة ليس تكون ديال البريفي وإذا كان ديال البريفي بغينا نعرف ديال منها هذا حق في الوصول المعلومة بغيت مولاد لا لا اقل شيء الثانيا لان البواخير ديال النقيلة ديال البترول نعرف لهم الأنواع على حساب المواد واش غادي النقيلات اللي غادي تجيب الخام ولا اللي غادي تجيب المصفى اللي تم التكرير ديالو طبيعا انا ما زال ما ما قريتش عليها ما عنديش عليها معطيات وخاصة ان القضيات ديال هاد الباخيرة نتمنى انا ما تكونش عاو تاني موخوضتها يكري دي وواحد جي واحد لوقت عاو تاني ويستفدو ماليها ويدلو دكش اللي قال سي متزكي بحل يدارو اللي كوما نفو اللي كوما ريت بينين اللي بالفعل هادك الميل في لتفتح اراه في فضائح كتيرات معنا دب خمس سنين يضربون الملايير وخمس سنين السؤال اللي كيت تطرح هو اننا علش متل مشيوش الفون دي شوز فهاد الميل فات ديالنه بالمال العام لأنه كت يوصلوا انه إلا بقاوا غادي 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 اللي غادي يجروا المئات فوار العشرات والمئات ديال المسؤولين غادي يمشيوك تيخافوا على نظام ديال حميني نحميك والمصلحة ديال البلد مكتهمهمش اللي ولا مسألة التانية قضية ديال لسامير ديال لسامير مفروض كيدرنا الكتتاب على مسجد الحسن التاني في الطربيضة علش ما ندلوش كتتاب على اللسامير ويقولي ديال المغرب وكذلك الباخيرة علش ما ما تكونش مولا من طرف الدولة المغربية خاصة الى عرفنا انه في اطار البحث اللي كنت ندلوان على مجال المحروقات كان عرف بيانه كون دعم التخزين الدعم ديال الدولة كتعطيه التخزين الشركات اللي كتقوم بالتخزين باش يدلوه لسانستالاتون التخزين كيعطيه دعم على التوزيع وبالتالي هات الشركات طالعا واكلها طالعا واكلها اضيف الى ذلك هاد المبالغ اللي كتاخدها من الفارق ديال الربح صحيح ان الدولة را كتدخل ديقلاتيك اللي تضرب على الاستهلاك الداخلي ولكن مصلحة ديال المواطن را الدولة كتغطيه بالجيبايات ديالها دكش الشعر السبب علش ما موغوش نقصوه كتستافد الميزانية الجيبايات ديال الدولة ولكن كيستافدوا معها الشركات المستوردة وانا سمعت المهداوي في الوقت اللي هادر على التمن باش تتشري شال وقيلة اعتقد شال باش تتشري اللي الحصة ديالها اقل في السوق تتشري بتمن اقل هذا ما عندوش تفسير اخر من غير انه تلاعب في الاتمينة ما عندوش ما عندوش تفسير اخر السؤال اللي كيتطرح هو شكو اللي غادي بحت في هذه القضية طالما اننا عندنا وزير اول رئيس حكومة والرئيس ديال حكومة بما فيها من مؤسسات ديال الدولة ومن وزارة وكدا 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 شكو اللي غادي يبحث ما كينش الى ما كانش المالك هو اللي ينتهد بالناس اللي غادي يمشيوا حماية البلاد وحماية على ما تبقى من سومعة البلاد علاش لانا المغاربة كلهم كيقولوا هاد اخنوش كان فاشل كي قال خايهيشام هاد اخنوش بزنسمان رجل اعمال وكيدا را اخو يوصل لرئيس التجموع الوطني الاحرار في ضرف قياسي كيدا را اخو يوصل لرئيس حكومة اذا هاد هاد تواجد ديال هاد الناس وعلى امثال هم اه عزيز اخنوش ارا كي قيصوا بسوم عادية المؤسسة الملكية والمؤسسة البلاد كي قيصوا بها هلاش را تيقولوا هما اللي حطينا واش هما ما شايفيناش واش انا غادي نعرف احسن من اللي غادي نعرف المالك او الحشياد المالك او الدولة العامقة وبالتالي هادوا بالاضافة لانهم كي سيئون البلاد را يسيئون تواجد ديالهم في الساحة يسيئ المؤسسات ديال البلاد اه بغيت ان نضيف واحد القضية من المسائل المضحكة والمبكية في نفس الوقت هو ان مثلا رئيس الحكومة هو معلوم ان الوالي او العامل تابعي الوزارات الداخلية ولكن كان اصوات كتقول بانهم بما انهم ينسقون المصالح الخارجية للوزارات فاولاء انهم من تامي يكونوا تابعين السلطة ديال رئيس الحكومة او الوزير الاول فانا كنت سأل كيفاش رئيس حكومة هو رئيس جماعة حضارية دياله قدير كيفاش غادي يمكن يتعامل مع الوالي كيفاش الوالي غادي يراقب رئيس حكومة وهو رئيس جماعة حضارية وحنا شناه غيميتان انه قال غادي يدير واحد المؤوات ديال الكلاب بجوز المليار فالوقت اللي كالبيدون فيل في المناطق دياله قدير ضرب الاطناب وقلت الشغل وزيد العديد المشاكل رهتان عرفوا المشاكل اللي كانت ولكن من يحاسب وزير إلا كان سلطة الوزير أكثر من العامل او الوالي ومرغم ذلك كان سمحوله أنه يتحمل المسؤولية كرأي الجماعة هذه من المهازي اللي كانت في المغرب هذا قبل تيزنيت اسميته وزير العدل وزير العدل رئيس جماعة تيزنيت أحنا كان سمعوه الأرض لدوز وكان عرفوه المسائل كان وزيرة الإسكان تأديرا وزيرة الإسكان كان عرفوها هي الرئيس جماعة ديال مراكش كان عرفوه هذا الرئيس الحكومة هو ديال أكادير إلى أي حد إلى أي مستوى من العابات سنذهب في تصير مصالح البلاد وشؤون ديال المواطنين صراحة صراحة أقول هذا ما بدون استحياء ومشي مساس بالمؤسساء الملكية ولكن رحان الوقت باش خص الماليك يخد زمام الأمور باش ينطف هاد الناس لأن هاد النوع من الديمقراطية رفي يساء المؤسسات البلاد والاستقرار ديالا والمتقبات ديالا لأن هاد الناس كيخدموا أجندات لا على قتال بمصلحة البلاد ولا على قتالها بالمغاربة شكرا سي العلوي عندنا واحد الجواب بخصوص الملكية ديال البخيرة سي عبد الكبير الناجم تقول لنا بأنها ماشي الدولة اللي شارت البخيرة ولكن شركة بيتروكاب بيتروكاب هي التي اشترتها وهي شركات تساهم فيها شركات توزيع المحروقات ولها مدير خاص بها مقرها في شارع الزرقطوني البي جي دي هو نفسه البي جي دي البي جي هنا بالله ماشي البي جي دي البي جي دي البي جي دي مخصي يكون حاضر معنا اذا المدير العام ديال الشهر الماروك هو اللي شراء هاد البخيرة لا لا غلط غلط خلي غيم تم التعليق غيم تقول ومن بعد نعلم يقول بأنه ماشي هاد أول مرة بل لديها حاليا بخيرة أنفال سبق لي هاشلات بخيرة الوحدة من كوريا الجنوبية وكان لديها بخيرة أخرى تسمى ماسا سبق لي العامة مع الشركة عالمة البخيرتين الوحدة برسي حسن نعم لكن أنا لا نعود الكلام مين بمعنوا الاخرون لأن كل واحد عطاء فكرة سوف ندخل جاته لتعلم في هذه القضية المشكلة هي المشكلة الذين يعملون في هذا الإطار المحروقات هم هناك المكتب المسيّر وهو فيفو انيرجي ماروك وكان ليبيا أوبل المغرب كان كذلك توطال المغرب وكان الشركة البيترولية S&PPEC هذه الربعة هم اللي غادي تكلفوا بهذه السفينة لأن أصلاً هذه ماشي أول مرة كانوا عدنا بواخر سابقة كانوا عدنا بواخر لنقل هذه الأمور ولكن تخلّوا عليها المغرب في حالي لما كتبوا لهم تخلّوا علي الأمور لأنه عارفين دافع الضرائب هم اللي يشريوا الملكان ديال المغرب اليوم أن هذه الشركة خصناه أولاً اللي بغيت ندخل فيه في هذا الإطار ديال البيترول يعني ها هي شرة الباخيرة واش؟ شنه الفائدة؟ شنه هي الفائدة؟ باش أنها غا تكون عدنا واحد الباخيرة لنقل للبيترول وفي نفس الوقت ستبقى الأسعار ديال البيترول عدنا في هذا البيترول يعني هنا المشكل راح نرى ما غاديش يكون مع عمر غادي نشوفه النزول ديال الأسعار البيترولية اللي عدنا في المغرب مهما وخي يجيبوا هذه عادة عدنا عادة راح نهار كي تزاد إلى عقلته واحد الإزمة كانت تزاد ريال في صندوق ديال الوقيت أبقى أبقى هذا كريال لمدة عشر سنوات ما تنقشت صندوق وخرجوا بخطاب رسمي بأنه را عدوز الإزمة كذا إلى آخره لأن المغاربة يساهمون من خلال هذه المسائل ديال الزيادة كيساهموا باش كيعمرو ذاك الخزينة وكيجيوهما كيفرغوها راه نفس العملية دباليوم بالمحروقات الثمان باقي في 14 فاصلة كذا غادي بقالي نفدك شي والحمد الله إلا ما غادي شي يتزاد راه 14 هذه حكومة دي التطيق الخناق على المواطنين باش ما نبقوش نديروا التفاؤل ديال الغداء ما عادة إلى الشعب خدام موقف وخدام قرار صحيح لأنه اليوم الناس كتركب الطلوب إليهات كيمشيوا كيدروا لسانس كيخدامين وهما را خدامين كيربحوا لمدة معينة وهما كيربحوا في الأمور هذين النقطة الأخرى اللي بغيت ندير نتكلم عليها وهي واش أخنوش غادي يصبح هو المالك ديال لسامير أو لا هذه احنا كنعرفه باللي البلاد عندنا راتبارك الله وستعمبيل مغاربة ما ما كيتسنوش الخبار هو ما كيجيبو الخبار طري را هذي را ماشي إشاعة ولكن را كين صنداج فينا فعلا أنا كين صنداج لدي المسألة واش إلي دخل أخنوش غادي يكون تاني شي ردت في علم المغاربة وما غا يبغيه وما غاديش كده إلى آخره وهنت كيف ما تفضلتي سعبد الرحمن را قلتي أنه الناطق الرسمي باسمت الحكومة را حل هذ القضية هذي بيتصريحه قال لي بغا ولي بغا كده إلى آخره صف يدير هو را كي يعرف بأن المغاربة ما را ما عنده مش الفلوس لحد أخنوش واش غادي نقارنه أي مغريبي ولي حتى هذي شركة اشتهت شركة ديال هذي دابة الحالية اللي هي اشتنات هذي خداتت صفقة ديال شركة بيترو كاب يعني را ما قادراش على آخره ما قادراش عليه را هو الأرشي ملياردير وهو الرجول ديال الأعمال وهو الرجول الثاني بعد الماليك يعني تدبير اللي كين هو هذا أن هذي سيدة ديالة بغا سامير غا ياخده غا ياخده شنو الحل الحل السيحة سام صراحة الحل هو التدخل الملكي في هذي الأمور اللي باغي البزنس يمشي اللي باغي تدبير العام يدخل تدبير العام سيحسان سيحساني لسمحتي باسم الملايين ديال المغاربة اللي شافوا الفيديو سيبيال مواطن مغربي ظنوا أنه من أصلين يهودي سيقول بأنه غاي حيد طب ليالأخنوش إلا ما تقدش مع المغاربة تنجه الكلمة سيحسان الصلحي اللي هو مسلم ولكن بعض القنوات ديال اليوتيوب تلقت عليه شائعات لأنه من أصل يهودي كان الأخنوش بأنه خاصك تقدم على المغاربة وإلا رحنا غالي نحيدون لك الطبلية سيحسان الصلحي هاديك دياللي يقدموني كيهودي بغاو زميها الرسولي هاديك لك خيديبليتي وبنسو بأنه إلا كانوا اليهود اليهود رغم أهل الكتاب وهما اليهود من المجتمع المغربي نعم الأمازيغ اليهود العرب الأندلوس الأحبانيين كل شيء موهم وهذهب بغاو يديروه سعر دوليا سيربيس رزعت عليهم بس ك نصرات ديك الفيديو كتر وكتر الموهم سوى تبا 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 بخولو إحنا عارفين اسك يديرو حل عيات شعب حل هاتف حل السبان حل لك شما كين شنو السؤال ديالك؟ إذا شنو الحل يعني في ضوء هادا الترتيبات هادي من 2016 شكرا شكرا قال لك خلص جلالة الماليكي الماليكرا ما يديروه يديروه بوحده أنا عاود نقولها وبغيت نفكر عاوتاني أخوتي المغاربة بعد المقولة اللي كي يقول لك إنها ليست علامة جيدة أن تكون بصحة جيدة في مجتمع مريض إحنا المغاربة إحنا مراد مجتمع مريض والمجتمع المغربي مريض أشنو طلع طلعوا عند فئة سياسية مريضة أكتر أكتر مجتمع مريضة أكتر 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 خلص المغربي كان نقول لكم سحر ولا كي قلوه أشغل تكون حن فيه مسيدي ربي واش هو ما حنش فراسه وبغيته تكون حن فيه إنته المغاربة المغاربة أخوية ناعسين وعيشين وبيخيار والدنيا هانية والدنيا هانية همارك كيشكيو كيشكيو وغدي بقودي ما يشكيو ولكن باش غادي ينوضوا يديروا الشيحة ما غادي يديروا وإنه واش بقينا قلنا نجمعوا على صايا عباد الله داروا مانيفستاشون على صايا وعزين صايا باش المرازع مع الحرات تلبس صايا تلبس لي بغاية لكن واش تقول لهم يلا نوضوا تجمعوا على على هاتشي اللي وقع فيكم ما غادي ينوضوش ما غادي ينوضوش ما غادي ينوضوش ما غادي أخ نوش غادي يديروا شوما بغا وما انتفقش معك تسيحاتي أنا باقيل باش تقول بأنه هو رجل تاني بعد بعد الملك ما ننسوش الأمير وما ننسوش الأمراء وما ننسوش العذكر وما ننسوش الشعب الشعب من حيث أخ نوش دك تروى دياله ما هي غير تروى على وراك وكما كنقوله رحنا عارفين قطل تروى دياله وطروى دياله رجاي من عند المغاربة هم المغاربة ومحيث المغاربة ساكتين وناعتين مخلينو وكي مكننو يزيد يطغى أما واحد المغاربة يوقفون من كونسوماتشون واحد ربعة عشرين ساعة والاربثمين وربعين ساعة وينجلوا قدام ذاك البرلمان فاسيفيكما ما دارما كافة 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 مستقبل ديالولاد نمشى مستقبل ديالولاد نمشى مستقبل ديال نحن مشى اللهم هذا منكر وعيقين بيكم ما عارفين في مغارين توصلوا وما غا نصلوش ليه بس كلا بقوا وناعتين محلاكو سلجحت سلجحت مواتيد خوتاك إلا بقوا وناعتين محلاكو غادي يفقوا حدنار غادي وراثهم صافي صافي سافي مبقى عندهم ما يدرون ما يقدرون مازال الآن يمكنهم يدرون شي حاجة أما رأس زيدهم غير واحد نهضره بالصراحة زيدهم غير واحد 6-9 شهور بس كل وقت دفعاً غادي بسرعة 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 السيد العلوي نهتر أنا وليت السيد متزكي السيد متزكي حدث سبقنا نقصناها لغا نخلي ولولو الكلمة الخيتامية سبقنا نقصنا على سيد العلوي أريد أن أشير واحد القضية قد تدخل في صياق الهدرة اللي قال لأخي شام وأن للأسف أن المغربة مواعينش بشنوا واقع الأغلبية الصحيقة الأغلبية الصحيقة سواء اللي متبع جلالة بالنفخ ما عارفة شنوا واقع ما معتماش وسواء الفئة الصامتة لا ينسبوا لساكتين قول ما كتعرفوا لها ولا ها ولا راضي ولا ما راضيش هاد المغربة فوقاش تيعرفوا بالحر ديال شنوا واقع في الشئ العام فوقت اللي كيخرج يغووت واحد يبولوا بركته فوقت اللي كيخرج واحد كيغووت على ما بغي يخدم فوقت اللي كيخرج واحد كيقول لك على الأسعار ولكن ما كيما واعينش بأن هاتي كله مترابطة وبأن تسير الشئ العام في البلاد أرا كيمشي في إطار واحد المنظومة في إطار واحد النساق العام باش توقف كسد مانيع لكل سيطرة ديال الناس ممنين الشقارة الناس ديال الفلوس ديال البيزنس اللي دخلوه ده بل الأساف دخلوا للسياسة وسيطروا لما تفاصيل القرار السياسي ولو تيدروا في المدريب اللي يبغوا فلو أن المغربة كانوا متبعينش اللعام ومتبعين شنوا واقع على الأقل سيكونوا واحد الجبهة مناهضة للقرارات اللي كتقس مصلحتهم وكل حاجة كتقس الحياة اليومية ديال المواطن ولمستقبل دياله صحيح أن نحن كون نبغي نجلالة الملك الدخل جلالة الملك أرا كيمتوازونات في البلاد كيمتوازونات في البلاد لو أن المغاربة كاملين نضع على كي يقولوا كراجولين واحد تيقولوا كيف من هذه العبات ما يمكن الملك إلا أنه يستجب بيشكل إنسانبي وحضاري لأن هذا شيء رأوصل للمنتهى دياله خاصة خاصة واش ما تتلاحضوش أن هذا الفترة اللي كانت تتروج الإشاعات عن الصحة ديال الملك وعلى سواديزان محاولة ديال البلاد للولد أو الأخ دياله هذا النقاش اللي كان ضائر واش ما كتتشوفوش بأن أغلب الملفات ديال العقار وديال النهب وديال كده ترفعات الواتيرة دياله وبالتالي وكأن هاد الناس في هاد الضل هاد الخواض كي يحاولو ينهبوه ويصرقوه ويخطفوه ما أمكن من طروات ديال البلاد حان الوقت أنه ناخده المسائل المغربي اللي إليه أنه يتبع الشأل العاب ويخط المواقف الإخصصات مؤسسات دياله المواطن المغربي وشكرا سي المتزكي سمح لي ننقذنك سي متزكي هل تسمعني ولا عنديك الموحدة أنا ضد المواطن ما عنده تذهب إحنا دونة مؤسسات أين محل المؤسسات القضائية من الإعراف مؤسسات القضائية من الإعراف نطب لا الله عنده استقلالية وجاء قصبي رأى أستاذ جامعي وقال له بأن ما عندك خمسة دران في الليتر بدون وجه حق هلاش ما يتفتحش تحقيق المؤسسة هناك القانون هناك تطبيق السليم القانون أي وحد يتجاوز القانون خصوانية استقلالية السلطة القضائية وزير العاد ملقاك يشكلتها حاجة ملقاش رئيس النياب العامة صاحب الجرالي صار على استقلالية السلطة القضائية ونزعل من السياسي النياب العامة فهي للتطبيق السليم للقانون إحنا لو كان قول تكلمه جي بلوت كونيش هو رجل أعمال وتم وجد كرئيس حكومة صوته للإيطاليين فمضاق نازل على التتبع على تسيير أي مؤسسة دياله وهذا الشي فيه بتتبع ديال الجماريك ديال الأقوار ديال في نالتا ديال كل شي وشكون طيحونا تابعوه القوضات بزار ديال المشاكين نحن عندنا بزار ديال الخروقات جرائم مالية اقتصادية لا تعد ولا تحصى ولو طالبه من الشعب بشي بقى يوقف ماذا يفعل السلطة القضائية مطالبة بتحمل مسؤوليتها التاريخية التاريخية من أجل استقرار واستبداد تحصى وخلاصة إياك بحيث ما بتفقش معاك أخي يمكنك تقول الشعب المواطن ما يتضرمش والمواطن ما يتضرمش والمواطن ما يتضرمش الله يخليك كيف هات المؤسسات اللي انتك هتوقي لك هتفقش على ديال المخزن ديال الدولة كيف هات الدولة غادي تنضي إذا كان الشعبنا معهاش والشعب ما زالك يحلموه بدك لهات ديمقراطية اللي هي إحنا عارفين ما كايناش في واحد العالم كابيتانيس ليبرالي متوحيش هات من ديمقراطية وما زالك يلعبو به بدك حرية التعبير ودارو شوف تيفي ودارو الغيزو سوسيو الروتيني الله يهديك الشعب راهوالي خالصويت تضلم فهد القادية هاتي كلها كلها من الأول منهم إحنا وهادوك اللي في فيسبوك ولي قاريات ولي خرجوانا غدخات وفاهمين وعارفين وما كاينش ما كاينش حالا اللي عندو شي شوية المعريفة كي بغي يخلال راتو وكي تلق هالصاحبو بحلتش حاجات زيارة من قلب القصر رنزل عليه الوحي وعندكرا عندو وكي تلقى وما تقول لها انا كنقول لها غافلين مديفة كل واحد بغي حالا دك واحد السيد صاحبي قال لي واحد القادية غزالة واحد السيد لباس عليه ضارفه ولده قال لي بابايم تشغل نوري وفلوسنا قال لي حتى يموتو جيراننا هادي هي التفكير المغريبي دينا احنا بس مكوحنا ديما نظلمو واسحنا الشعب ديال الكاس تهرس استادية كل كاس انطحر حنا الشعب ديال مشي عليها الطوبيس حنا الشعب ديال داتني عيني فلطة مشي دياله وفلطة دعينه لداته وصيداته حنا الشعب خلينا نكملها مترسكين احنا الشعب ديال ما كنش معامل لا لا انا كنت تتكلم على مؤسسات على انت في الامريكا رئيس امريكي او سيناتور او اتجاوز القانون الوش ما كنت تتابعوش النيابة وهو بايدن مكاس كينكي كي خارج عن القانون موك الخارج ما كنت تبقاش هنا كل ديمقراطية تفعيل سلطة القضائية ستتحمل مسؤوليتها او اشنا هي الديمقراطية او اشنا هي الديمقراطية في مجتمع مغريبي ما هي الديمقراطية في مجتمع مغريبي مجتمع يتخلط فيه متحافظ متفتح متجيع خامه متى 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 بهم هنا عدنا مجتمع مجتمع نشكله هاد الشعب هادا حيدناه من الوحدة دياله قسمناه على اربعة ولي تحناه تحناه واللي دوزناه واللي اعطيناه هاد شي باش يحضر واللي ما اعطيناه هاد يسكت هدي مسائل مدروسة بزاف وانا بغيت نركز على واحد النقطة لأساسي وربما كتغيب على مجموعة دي الناس وهي التقارير المغلوطة اللي كتوصل جلالة المالك من وراءها كانت الاحزاب السياسية ما كتديدت حاجة اليوم راء كيوش داع من داخل المكاتب السياسية انها ولتها هي معا تبارك الله وصلاحا بي ولتها محركة بمغرف واحد ولتها هي كتكسب تقارير ولتها تقديرها سيدي التقارير المغلوطة راء البلاد بيخير راء كادا الاخرية راء الشعب واعر راء بقي يحملوا كادا والى اخرية كيوصلوها تشين القصر رغم ان الشعب كله كيبغي المالك رغم ان المؤسسات اللي هي امنية راء معاها جلالة المالك وديرا الامور ديالا كيفما بغاتوه مع الشعب المغنيبي يعني مناش غادي نخافو احنا من اللي كلشي بالجانب ديالنا هنخافوه من هاد الناس لكيصيفتوا التقارير المغلوطة وكيعطوها المالك حيث هذيك التقارير من اللي كتتعطاه كيكون عندها واحد لبناء مستقبالي من اللي كتعطيني انا تقارير مغلوط طرح عادين بني دار ميلة غادي ندير واحد كلشي غادي يمشي بالمقلوب ما عاطينوش حقيقي لهذا كالقورس وحنا كشعب كالقورسنا وخاك نناضلوا وخاك نجاهدوا وخاك ما عارضش كنديروه ما كان حقوش النتائج لأن التقارير ضيجة كانت مغلوطة وتبنات عليها السياسة دي الغداء وإلى آخر تبقى رجل حصر بقتلنا الجوج ديال بقايق غادي يخطروا نفسي العلوي فيها أنا بغيت نقول أنا أنا ما كان ما كان لا أعطي الله تنقول كانت تقارير مغلوطة بمعنى كان الناس غير مخلصين طب يتلع ما كيوصلوش الحقيقة اللي مالك هذي اللي هو أغسنا نعترفو بها هذي اللي كيوصلو تقارير مغلوطة وغير مخلصين وكيزيفو الحقيق أنهم غير صالحين أنهم يكونون جani بالمالك المالك اللي يضعهم أنا كنتم اسمح لي واخا واخا لا 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 يا إختي، لا يمكن أن تتحدث عنه أخلي، سأكلم سأكلم عن خلال المجلسة أنا أسمع منه لا، لا، لم تتحدث عن خلال الصندوق أنا أركضي سأذهب على الحكوية أنا لا أكلمت بشكل مجلسة التقارير المغلوطة، يهمني أن الناس الواقع الشيء وكتوصل لمعلومات مغلوطة بشيء آخر، يعني خاصة تتفادك للي كوصلوا التقارير مش عقير حقيقية، المسألة الأولى، ما كان المصدر ديك لدي التقارير، المسألة الثانية، بغيت نقول له السيمو تزكي، القضايا إلى كان ما تيتحمل المسؤولية دياله، واشهد القضايا اللي تزكي من الأنوف ديالنه بالمال العام؟ ديال السيطارة ديال الناس تشكارة على مفاصل الاقتصاد، واش ما بيناش، إلا كانوا هاد الناس اللي ديال القضا، اللي كيبان الروائح ديال الحالات اللي يخصوهم يدخلو، وما تيدخلو شاي، مفروضش أنا الماليك يدخل حيدهم ويدنوا واحدين أخرين، وهنا باش تنقول أنا، لو أن الناس كانوا كيتحركوا كيتابعو، غاديش كلوا واحد اللي جبهة الضغط، إلا ذاك رئيس النياب العامة ما تدخلش فلوق اللي يخصو يدخل في شي ميلف، وما تدخل والمفروض أنه يتحييذ ويجي واحد أخر، هو السيسم بل كل ما، النيابة العامة مستقلة، الخضاء مستقل، نبغين نو ت 뒤에 حكي، الملفات ديال الفساد، الديال اللي كتبيين قد ضرب المصداقة ديالجهاز القضا، كثيرة، نقصنا العديد من الملفات إذن من هذه الملفات نعرفها إحنا وما تعرفها الجهات العليا إذن من فرض أن هذه الناس إذا كانوا صالحين سيصلحوا القضاء ويساعدوا جلالة المالك ويرجعوا التقاف القضاء أهلاً وسهلاً إذا كانوا غير قادرين غير قادرين يحطوا السورة ويشوفوا حلهم ويجيوا وحدين أخرين يتقنونه ويمعينه بظاهر شكراً شكراً سي العلوي شكراً سي متزكي شكراً سي صبحي شكراً سي حسن أبو عقيل على هذه الروح الوطنية وهذا النقاش الجميل جداً والمتمد أنا دائماً في نهاية كل لقاء أكد جيني مجموعة للمكالمات تنوه بكل واحد فيكم هذا الاختلاف هذا في الرؤى لا يزيد المجموعة إلا قوة مشي من الضروري أننا في نهاية كل حلقة نتفقوا على نفس الفكرة إلا سنقول لي أن نتحن بحل السياسيين وسنكون نتحنة نكتبوا تقارير مغلوظاً إذا نشطوا لكم جامعاً على مشاركتكم نلقاكم يوم الأحد المقبل بحول الله إلى اللقاء السلام عليكم مع السلام عليكم تحية عليكم